هنا حتقدمه لنا دكتور الشهناز عبد الرحمن وهي أستاذ مشارك في التكنولوجيا التعليم مدرب بمركز جامعة الخرطوم للتدريب المتقدم ومدرب معتمد من شركة جوجل قائد فريق جوجل لمعلمين في السودان وأحد قادة مجتمعات جوجل للمعلمين في مجموعة EMEA الشرق الأوسط أفريقيا وأوروبا مدرب واعتمد من شركة مايكروسوفت وسفير أهداف التنمية المستدامة في التعليم وسفير المهارات الرقمية من شركة جوجل إن شاء الله تكون محاضرة جميلة ونستفيد منها كلنا وممكن يا دكتور تبده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن صوتكم مسمع بالنسبة لكم أيوة صوت وضحة ديكتور تماما ممتاز ديكم العافية طيب أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بالجميع الموجودين معانا اليوم الشباب الواعد أشكر السودانيس بلسيرشة foundation ممثلين في الجماعة الموجودين معانا الآن as moderator ومشرفين على البرنامج بتاع Link Project وأنا سعيدة إنه أنا أكون اليوم مع شباب واعد أبنائي الشباب الموجودين معانا في جلستنا اليوم وأتمنى إن كل شاب وشابة في السودان تتفتح قدامهم مجالات أوسع أرحب لانطلاق أكبر لمستقبل واعد إن شاء الله لخير كثير وأنا عارف إنه مشاكل بتواجهكم في بلدنا كثيرة والتحديات كبيرة لقدامكم لكن إن شاء الله أي حاجة بالرغبة وبالإصرار بتتحلق أي حاجة بتتحلق ما في مشكلة بتجيل قدامكم إن شاء الله وأنا متأكدة إنه عندكم القدرة وعندكم الإمكانية إنه تحلوا كل المشاكل الموجودة أمامكم وبرامج اللينك بروجيكت الموجود حاليا هو خطوة في طريق كبير إن شاء الله وواسع ورحب بإذن الله هتنالوا فيه خبرات كثيرة وقدامكم المستقبل واسع بإذن الله اليوم إن شاء الله في برامج اللينك بروجيكت الكبير الموجود حاليا هنتكلم اليوم عن مهارات الحاسوب نحنا ممكن نقول إنه هنكتسب كل المعلومات الممكنة عن مهارات الحاسوب في جلستنا دي لكن نحنا بإذن الله هنحاول بقدر الإمكان نغطي أهمها أكثر الحاجات نحنا ممكن يعني نتعرض لها كثير أو تواجهنا كثير أو نحتاجها كثير في الفترة الجاية هنحاول بقدر الإمكان كلامنا يكون أقرب لإنه يكون practical من إنه يكون theory side theory ده خاص شبعنا منه وتكلمنا فيه كثير باقي إنه نحنا كيف نطبق الحاجة دي وبدأ طبعا المحق الأساسي في أي حاجة إنه نحنا نطبق نتائج الأعمال جداعاتنا تنزل لأرض الواقع إن شاء الله نحنا الليلة هننزل الحاجات كثيرة لأرض الواقع هنتعرف عليه و هننزل حاجات كثيرة لأرض الواقع هنبدأ بأساسيات أو fundamentals ولي جدام إن شاء الله بنتمنى إنه نقدر نعمل الـ advance بعد ما نتأكد إنه نحنا المهارات الموجودة اللي بنتتلم عنا اليوم دي حققناها طبعاً هنحاول بقدر إمكان يعني أنا شخصياً لي جدام بالـ advance من المهارات الممكن ناخدها مع بعض حنبدأ نتكلم وأهداف جلستنا التدريبية اليوم بإذن الله حتكون أول حاجة نحنا حننال مع بعض بإذن الله معرفة جديدة حنتكلم عن بعض الأشياء اللي نحنا ممكن نستخدمها طبعاً في فارق بين المعرفة والمهارة نحنا حنتكلم حنعرف حاجات جديدة بإذن الله مع بعض وحنتقن حنعمل مهارة حنتقن إن شاء الله استخدام بعض الحاجات اللي حنشتغلها practical من المعارفة نحنا تكلمنا عنها دي في بعض الحاجات حنشتغلها practical عشان نقدر نطبقها بشكل عملي كيف ممكن ننزلها لأرض الواقع ونشتغل بها فعلاً على المستوى الشخصي نحنا طبعاً نتكلم عن المستوى الشخصي فعلاً نطبق مؤسسة كاملة لكن حتى فكرة إنه أنا حاشتغل الحاجة دي على المستوى الفردي أنا بعد كتا حاقدر أطبقها في مؤسسة ولا حاقدر أطبقها حتى في عملي أنا حاعمل كرايدة أعمال ولا بلد حاول بقدر الإمكان نرقي الإمكانيات الموجودة عندنا نعمل ترقية للمهارات الموجودة أصلاً عندنا بحاجات جديدة أنا حكلمكم عن حاجات ممكن ناس كثيرين فيكم يكون أصلاً المهارات الأساسية بتاعتب الكمبيوتر عندهم لكن أنا الليلة إن شاء الله بعيدكم منه أنا حاجب لكم حاجة جديدة حتى الناس اللي عندهم حيلقوا حاجات جديدة هم كانوا ممكن يكونوا محتاج لها وما عارفين إنها موجودة أصلاً exist حيكون عندنا مجال بتاع تأهيل كبير جداً جداً لمهاراتنا وإمكانياتنا وقدراتنا وحنتعرف على حاجات موجودة في الشركات الكبيرة أنا مدرب معتمد من شركة جوجل ومدرب ماستر ترينر من شركة مايكروسوفت فأنا حأركز على الحاجات اللي أنا بعرفها يعني في مجالي الحاجات الموجودة في جوجل الحاجات الموجودة في مايكروسوفت وممكن تساعدنا في إدارة أعمالنا بشكل عام حنواكب بإذن الله كثير من التطورات الحديثة الموجودة عندنا في المجال بشكل عام في إدارة الأعمال في العمل المهارات الرقمية أو مهارات الحاسب الآلي أي حاجة ديجيتال اليوم نحن بنقدر نتطرق لها إن شاء الله حنتطرق لها مع بعض إذن أهداف جلستنا التدريبية إن شاء الله حتكون هي ماموح محصورة فقط في الخمسة في عمل حالياً ممكن استمرنا غير استخدام حاسب أبداً أو مهارة تقنية أي حاجة أي شركة أي مكان أمشى أشتغل فيه حيطلب مني أكيد أكيد إنه أنا المستقبل وظيفي تاعي مربوط بالاستخدام من الحاسب مهارتي في الحاسب بدون شنو بعدين انتبهوا لحاجة مهمة جداً جداً ما عادت المهارات حتى بتاعت الحاسب نحن نتكلم عنها ما عادت المهارات القديمة بتاعتنا يا هاي المهارات المطبوبة هسي يعني مثلاً المهارة بتاعت التايبين دي ما عادت مهارة ليه؟ لأنه خلاص الحاسوب استبدلا بالفويس تايبين خلاص ما عادت مهارة سرعتي في التايبين اليدةوي ما عادت محق لأنه في فويس تايبين أنا أصلاً ليه أطبع إذا كان في فويس تايبين أنا بالموبايل بقدر أعمله بالكمبيوتر بقدر أعمله إذن انتبهوا إنه حتى المهارات ما عادت نفس الفكرة بتاعت المهارات القديمة نحن نتكلم عنها الكمبيوتر أوبريشن ما عادت مشكلة أنا أشغل الكمبيوتر بتاعي كيف تي ما عادت مشكلة لكن كيف أنا أستخدم المهارات الأدفانس في الكمبيوتر ونحن عارفين طبعاً أنه وظيف الكمبيوتر بشكل عام فيه نمو سريع جداً جداً في الفترة الأخيرة هذه خصوصاً طبعاً الفترة ما بعد الكوفيد 19 اللي هي بدأ سيطر فيها الحاسوب على الأعمال في العصر الحالي وبالتالي غيرت مستقبل الأعمال انتبهوا للفكرة بشكل كبير جداً جداً حالياً كثير من الدول ما رجعت أبداً ولا حترجع حسب كلامهم أبداً لفكرة العمل من المكتب الوجود الدائم يعني في المكتب ولا الفيرشوال أخذ عندهم حيز كبير جداً جداً ما رجعوا للفيس توفيس حتى الآن بشكل كامل يعني حتى كثير من الشركات عندهم بعض الأيام بيشتغلوها في المكتب وأغلب الأيام بيشتغلوها فيرشوالي فعشان كده لازم ننتبه أنه مهارات الكمبيوتر بتحدد مسارنا الوظيف المثالي لازم ننتبه للحدة دي أنا عايز أشتغل شنو؟ حاجة السوق كده السوق محتاج لناس عندهم مقدرة في التعامل مع الحاسوب انتبهوا إنه الكودينج أصبح واحد من المهارات المطلوبة عندنا حاجة يسمعه مهارات القرن الـ 21 لو أي يزول فيكم هاسي قاعد بس اكتبه في موبايلو مهارات القرن الـ 21 دي أصبحت مطلوبة في كل المجالات أنا معلم مطلوب مني مهارات القرن الـ 21 21st century skills الناس شغالين في الأعمال وريادة الأعمال وإدارة الأعمال مطلوبة منه الناس الاقتصاد مطلوب منه الناس الزراعة مطلوبة منه أي مجال أصبح مطلوب فيه 21st century skills لو ما عندي الحاجات دي أنا ما بمشي لقدام مستقبلي الجدام ده ما واضح بالنسبة لي حتى بتحدد الرواتب وأفضل الفرص بغيره حاولوا مشوا الحتة دي عندهم بتحرك أو بتحكم إبداعشي عملي كل الشركات عملت تطبيقات لإدارة الأعمال اللي هو التطبيق ده أنا حدد بيها للتطبيقات أول شي قبل ما أخوش على الحاجات اللي حاشتغيلها معكم بالكمبيوتر حاليا التطبيقات دي سهلة ليه؟ لأنه التطبيق ده حاجة أبليكيشن أنا بنزله في الموبايل بتاعي يبقى الموبايل بتاعي حلما أنا موجود في أي مكان في أي زمان أنا بفتح بقدر أدير عملي من الموبايل بتاعي اللي أنا شاهد ودي حاجات كثيرة جدا وما سهلة وما بسيطة وما شوية أنا حاليا هعرفكم على بعضها لكن وأحاديكم طوال اللينكس الممكن تستخدموها عشان تنزلوا التطبيقات دي في موبايلاتكم الناس المهتمين بيها ممكن منزلوها طوالة أوريكم أي تطبيق ممكن تكون فائدة وشنوبة نسبة لنا طيب الأبليكيشن سلوى سهمت في إدارة الأعمال كثيرة جوجل عندها عدد من التطبيقات مثلا عندهم جوجل أدسينس عندهم جوجل أدورد عندهم جوجل ماي بيزنس عندهم جوجل آناليتكس عندهم جوجل باتا ستوديو والجوجل سايت لكل حاجات والجوجل سايت حنشوفها مع بعض براحة إحنا حنطبق معا لكل الحاجات طبعا لأنه ما في زمن ما نطبق على كل الحاجات الموجودة دي لكن حنطبق مثلا الجوجل سايت دا واحدة من الحاجات اللي حنشتغلها إن شاء الله بسيط يعني مع بعض حاوريكم لها وبعد كده ممكن أي زول فيكون يحاول يشتغل حبة حبة في الحاجات ينزل التطبيق في جهازه ويحاول يشوف الممكن يعملوا في التطبيق شنو طيب أول حاجة عندنا الجوجل آدسينس الجوجل آدسينس هذا شكله كده شكله يحاوريكم الحاجات لدينا القاوم الجوجل آدسينس اللي هو تطبيق بيستخدموه أصحاب المواقع الإلكترونية بيضيروا بيو أرباحهم يعني مثلا أنا عندي شركة والشركة بتعديدي عملت لها موقع إلكتروني اللي هي السوق الألكترونية ممكن نقول عليها مواقع التسوق الألكترونية مهم جدا أنه أنا أدربها أدربها الأرباح بتاعي بقدر أفعل إعلانات من جواه لكن طبعا خلوا الإعلانات دي على جنب لأنه دي عندها تطبيق براء لكن عموما حاليا أنا ممكن إعلاناتي العملتها هناك بديرة من جواهينا بتضربط معاها وأتابع التقارير بتاعتي العامة وأشوف عدد المشاهدات بتاعتي عدد الزيارات الناس تدخلوا عندكم منو شاهدوا ياتو آيتمس ياتو آيتمس عندي كانت أكثر مشاهدة في الحاجات اللي أنا سوقتها دي ياتو زمن حتى في الأزمان الكثيرة اللي أنا نشرت فيها أو سوقت فيها حاجات دي ياتو زمن كان الأكثر بالنسبة لي مشاهدة والناس شافتوا لأكبر ياتو زمن فدي كل حاجات تنتبو لي موجودة في الجوجل آت سينس وبيستخدم الجوجل آت سينس كثير وعندنا مثلا هذا أنا حقضته طوالي اللينك يبدأ جوجل آت سينس وده اللينك بتاعه بتاع تحميله أنا حنزلوا ليكم طوالي في هنزلوا هنا في الشات ممكن أي ظل فيكن ياخد اللينك أيوة علانات جوجل صح ياخد اللينك طوالي عندكم تمام؟ يعني أنا حنزل كم لينك حنزل كم لينك وأنا بتكلم أي لينك نزل عندكم طوالي احتفظوا ما عندكم طيب عندنا طيب خلونا نشوف بعد الجوجل آت سينس عندنا حاجة اسمها الجوجل آت وردز برضو خطيتوا ليكم في الشات طيب الجوجل آت وردز سليهو شنو تعالوا نشوفه مع بعض الجوجل آت وردز طيب الجوجل واضح طبعا من نلقى أصلا كلمة آت بي واضح إنها حاجة عندها علاقة بالإعلانات طبعا أو التسويق أو العمل الإعلاني الجوجل آت وردز اللي هي بدير بها الحملات الإعلانية حملة كبيرة أنا عايز أعمل كامبين عايز أعمل حملة إعلانية كبيرة لعمل محدد تجاري أو عمل أنا عامله بقوم بعمل شنو بعمل حساب في الجوجل آت وردز وببدأ أشتغل أعمل حملتي وأتابع من جواه أشوف عدد الناس الشاهدوها منو في كم كليك حصلت هنا عشان الزول يشاهد كم كليك جاد كم نفر عملوا يعني كم نفر قالوا لايك كم نفر دي سلايك كم نفر علقوا تعليق كم نفر حتى لو الصفحة بتعتي في الفيسبوك الإعلانية بتعتي في الفيسبوك أو في تويتر أو في غيره أنا بقدر أتابعها برضو بالجوجل آد وردز بص بربط الصفحة بتعتي بالجوجل آد وردز وبتابع عنهم متابعة إعلانات حتى بقدر أتحكم في الميزانية بتعتي مثلا أنا خطيت عملت فوندريز مثلا بيبدأ من كم وانتهي عن كم بيفتحوا لي في الوقت اللي أنا عايزة بيفتحوا لي في الوقت العايزة وصلت مثلا عندي الناس اللي عندهم بتعامل مع جهات بره مثلا لحد حد محدد أنا بصل لحد الحد الحد الحلاني بكفل خلاص بكفل معاي بيحدد لي إنو أنا استخدمت الليلة مثلا ايكسيد مثلا الميزانية مثلا أو الحد المنمم القطيته أو الماكسيمم القطيته دي كل حاجات ممتازة جدا أنا ممكن استخدم دي باستخدم جوجل آد وردز بالطريقة دي بديني إشعارات حتى لو أنا مفاتح المطبيق بيجيني إشعار طوالي بالحاجة الآن أنا عايزة وبيعمل لي اقتراحات لخطط أفضل حتى لو أنا مثلا يقوم يقول لي مثلا حاجة فلانية الإعلانا فلاني نزلته مثلا من الساعة خمسة للساعة ستة صباحا وده وقت ما مناسب لأنه ينزل فيه لو نزلته من الساعة اثنين للساعة ثلاثة ظهر هيكون عدد مشاهداته هتكون أكتر فدي بديني فكرة أفضل يعني بديني فكرة برضو عن طريقة الإعلان الصحيحة ممكن تكون كيف استخدم فيديو استخدم غرافيكس استخدم تكست استخدم شنو دي كل خيارات حسب طبعا المشاهدين بتاعيني حسب الأعمار اللي أنا تارجيت يعني بالنسبة لي حسب البلاد التارجيت بالنسبة لي دي كلها خيارات تمام طيب دي كلها خيارات موجودة عندنا ده اللي هو جوجل أدوار طيب تعالوا نشوف التطبيق البعده اللي هو جوجل ماي بزنس انتبهوا جوجل ماي بزنس ده حاجة جنيلة جدا جدا والتعاون معه جميل جدا جدا مربوط كثيرة بزنس بتم فيهو الترويج للمشروع التجاري مربوط بمحرك البحث جوجل كله يعني مثلا أنا عايز أحدد موقعي بقوم بخش طوالي بعد ما يكون عندي جوجل ماي بزنس أخش الجوجل مابس أحدد موقعي موجود مكان بالبزنس بتاعته موجود شايفين في الصور هنا البزنس بتاعته موجود وين حددته كتبت مكانه تمام يعني مثلا شايفين هنا ده محدد مكانه إنه دانديليون شوكولات محدد مكانه هنا الستور بتاعه يلا شايفين الستور عنده تقييمات هنا الناس بتقييمه بتلاحظ عندنا كده نجمة مثلا They can call you أصلا من جو من جو التطبيق They can call you بدخل رقم التلفون بتاعت الخاص بالعمل Directions بتاعتك هنا موجودة ممكن أي زون اضغط على Directions دي ويجيني في مكاني الجوجل مابس مباشرة ممكن يدخلوا الويبسايت بتاعي مباشرة تمام بالإضافة لأنه فيه إمكانية تعليق ممكن الناس تعلق جو الكلام ده جو الجوجل مابس دي على موقعي على مكاني ده يعلقوا مثلا جينا اليوم لديناكم غافلين بتفتق متين جينا مثلا عملنا منكم الخدمة الفلانية وعجبتنا أو ما عجبتنا وهكذا مام ممكن في أي لحظة I can update my business information أي لحظة ممكن نعدل عليها ممكن نغيرها وكمان It gives me custom analytics بدوني الاناليسيز بتاعت كانت أعلى وقت لها 200 شايفين هنا فبريوري 15 مثلا كانت أعلى واحدة وهكذا ببدأ لاحظ 200 كانت يلا لما يديني لها كده أنا بقدر أعرف بالطبط أن فبريوري 15 ده كان عندي فيو شنو عشان نقدر أحدد إنه فعلا في اليوم ده كانت المشكلة شنو أو كان الصح شنو شايفين حتى الحاجات دي لما تجي تنزل هذا العنصر غير متاح في بلدك عندي ما زالت مشكلة بنعاني منها هنقوم نعم شنو أنا حاشرح عليكم بعد شوية لكن عموما الحركة جبت تتعمل طبعا في الموبايل لما تجي تنزل أي حاجة من تطبيقات جوجل دي ما زال الحظر بتاعنا موجود ما تفرك تماما فكتير من الحاجات ما بتخش معانا أصلا ما بحمل علينا أصلا نقوم نعم شنو بس أنا حقول باختصار معلش الزول اللي فيكم عنده ورقة وقلم جنبه اكتب معاي بس نوت عشان الحاجة دي حتعملو عشان أكفلو جي بي أس أكفلو في التلفون تمام أول ما قفلنا جي بي أس أفتحوا بتاعكم لازم الخطوات دي زي ما نفتح البي بي خلاص بعد ما فتحت البي بي يلا أمشي بعد التلفون بتاعتي أفتش في الأبس أفتش التطبيقات لحد ما ألقى جوجل بلاي ستور نحن ما بنحمل من جوجل Play Store تمام والناس اللي عندهم بيستخدموا حاجات الأبل الأيو أس ديل برضو يمشوا التطبيق اللي بحملوا منه الجوجل أب الأب ستور بتاعهم وينزلوا منه يفتحوه أفتحوا البي ستور أو الأب ستور هنا في التطبيقات في التطبيقات فتحناه نمشي طوال لحد ما نلقى التطبيق بتاع التطبيق ده نمسح delete data بس بحذرنا بقول لنا do you want to delete the data قولوا له نعم delete the data ليه؟ لأنه نحن نعمل delete the data نحن ما بنمسح التطبيق ما بنمسح التطبيق نحن بنمسح زاكرة التطبيق الحاجة المنزكرة عننا ما حفظ المواقع حفظ أكتر الحاجات اللي أنا زورتها قبل كده حفظ الحاجات اللي أنا قررت تنزيلها مثلا وبرضو بلقى التطبيقات بتعديقها حتى ما بتأثر عليها التطبيقات ما بتتأثر تمام الصوت بقطع عندي أنا أسي ما زال بقطع عندكم الصوت واضح يا ديكتورة ما في تقطيع لا لا ممكن من الشبكة عندهم أيوة تمام تمام طيب إذن بالنسبة لكل التطبيقات دي نحن بنفتح نقول لتاني خطوة خطوة أول حاجة نمرة واحد نكفل اللوكيشن من الموبايل من الموبايل تاني حاجة نفتح الVPN تالت حاجة نمشي السيتينغس رابع حاجة نخش الأبس خامس حاجة نخش التطبيق نحن حنحمل منه سواء Play Store أو App Store نمشي الستوريج بتاعته وأمسحه الداتا ألاث كده بعد ذا أرجع للطبيق حقا ننزلوه عادي نزلو التطبيقات اللوكيشن لأنه أول ما نفتح اللوكيشن طوالي بيقى الموبايل بتاعي ما وجود في السودان عمل بلوك طوالي فدي الحاجة اللي أنا ممكن أشغل بها إعلانات جوجل أشغل بها App Store إعلانات جوجل بتجينا وين أنا عايز استخدمها وين أشوف عايز استخدمها في اليوتيوب أمشو اليوتيوب أعملوا delete data في اليوتيوب بعدين استخدموا إعلانات جوجل وهكذا بالطريقة دي تمام نجي نشوف يلا دي الجوجل my business خلاص عرفناه إذن جوجل اتكلمنا عن تقريبا أربع طبيقات أو ثلاثة طبيقات حاليا اتكلمنا عن دي الجوجل AdSense والجوجل AdWords والجوجل my business الثلاثة دي المهمين جدا نزلون في أجهزتكم حلوين خالص التعامل معهم ساهل وبسيط وجميل جدا وأبسط ما يكون ومفيد طبعا شركة Microsoft عندها حاجات جميلة جدا في تطبيقات إدارة الأعمال وحتى جوجل بالمناسبة عندهم كل الحاجات اللي أنا ذكرتها هذه ما تقول صعبة وما بنقدر نستخدمها متاح فيها تدريب مجاني جوجل متيحة تدريبا مجاني على الحاجات بتاع الخدمات لأنه طبعا من مصلحة أن يكون التدريب بتاعهم مجاني لأنه أنا لما نجح أستخدم التدريب أنا حاستخدم التطبيق يعني تدربت عليه حاستخدم كل حاجات انتبهوا أن التدريب عليها موجود أنا حاوريكم لها حاليا هنا في Microsoft وبوريكم حتى التدريب بتاعه في Microsoft بعد تطبيقات شركة Microsoft المهمة في دارة الأعمال عندنا Microsoft Dynamic 365 حاسب الأعمال حتى Microsoft Office 365 عنده لما أجي أحمله الأوفيس العادي ما لازم أنزله 365 ممكن أشتغله في OneDrive أشتغله فوق في السحابة أشتغله في السحابة لما أشتغله في السحابة ووريكم حتى بالجوين هاسم ووريكم لما نجي أشتغله فيه حاجة مخصصة الأعمال جو بلد فيها حاجات كثيرة جدا خاصة بالأعمال Microsoft أزور برضو من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تستخدموها في الأعمال وكل الحاجات ممكن متدرب عليها وموجودة ضمن تدريب Microsoft اللي هو بنالقواهن شايفين الموقع القدام كون دا Microsoft AR Business بالعربي الموقع دا الموقع العربي بتاعه نوع الدار بالإنجليز بس ما علي واختار اللغة أنا ورسلها حاليا الناس الهسي قاعدين على أجهزتهم ممكن اضغطوا عليه عايزين تطبيقات تقارير مبيعات وإدارة أرباح مستشكل إدارة الأرباح دي كلها اللي تكلمنا عنه هسي الـ AdWords دا قلنا فيه نظام إدارة أرباح قلنا عنه فيه إدارة المبيعات إدارة أعمال الحملات الإعلانية التحكم في الميزانية شايفينو دا الـ AdWords دا جربوه قل شو جربوه طيب أنا أوريكم حتى ممكن تلقوا عليه وتدريب وين شوفوا Microsoft اللي أنا رسلت لكم حاليا دا أضغطوا علي وارضوا حاجات جميلة جدا شايفين Microsoft عندهم دا الموقع اللينك بتاعه قبل شوية رؤى وأفكار الأعمال دا شايفينو رؤى وأفكار الأعمال أضغطوا على شوفو حاضر يا إسراء مشاريكم الفايل كله بعد رؤى وأفكار الأعمال شايفينو دا إدارة عملي دا أنا فأت حاج إدامكم دا كلكم رسلت اللينك عندكم أول ما تضغطوا علي وشايفين أول حاجة فيه هنا أكثر من حاجة فيه تطوير الأعمال عنده حاجات برا هنا لو ضغطوا علي بردي تطوير الأعمال كيف تم تنمية العمل كيف تم كيف يمكن التسويق بالعلاقات كيف البناء استراتيج البحث مدفوعة كيف دي كلها عبارة عن أساليب دورات تدريبية مجانية دورات تدريبية مجانية مفيدة جدا بالمناسبة دي رؤى وأفكار للأعمال الصفحة تسمى رؤى وأفكار للأعمال فيها كل الحاجات التي تتخيل ها أي حاجة تتخيل أو ما تتخيل رؤى موارد للشركات الصغيرة لا يمكنك الحصول على كثير من صدر المعلومات والنتاج التحليلات كتتعيدك الأدوات والإرشادات والنصائح الموجودة هنا على تحسين عملك شايفين يالله دي كلها عبارة عن أساليب دورات تدريبية كيف تستفيد الشركات الصغيرة من الذكاء الصناعي شايفين خمس أسباب لدمج التطبيقات الصناعية هنا دي الحاجات عندها علاقة كانت بفيروس كورونا تنمية العمل تحصل كيف الانتاجية هنا حاجات عندها علاقة بالproductivity وشايفين عشر نصائح التخزين الصحابي خمسة طرق الاستقصاء من خلال زيادة المشاركات الاجتماعية عند تلميحات لإدارة الأعمال تكنولوجيا الأعمال دي كلها دورات تدريبية مجانية جماعة كلها ممكن نستفيد 365 المضغطة يدخلني على Microsoft نفسه حتى أنا ما محتاج لكمبيوتر عشان أشتغله Microsoft 365 دي حتى الناس المعندون كمبيوتر موجودين معنا حاليا ما عندي كمبيوتر ممكن أشتغل بموبايلي Microsoft 365 وبوريكم كمان جوجل عندها حاجات تابهة هنا عندهم حاجات خاصة بالتعليم عندهم حاجات خاصة بالأعمال Microsoft Advertising اللي هي الإعلانات إن تابهوا حاجات Microsoft دي أغلبها ما مقفولة في السودان ما زي جوجل أغلبها ما مقفولة خشوها صناعة Microsoft Microsoft Teams دي كل حاجات موجودة مراكز المطورين المعلومات والتكنولوجيا دي براء كيفين الشركات وظائف دي كل حاجات الناس ما قاعد تتعامل معا كثير لكن جميلة جدا جدا والتعامل معا جميل وساهل بالإضافة لإنه أنا لما أحضر دورة تدريبية هنا ممكن أحصل على شهادة من شركة Microsoft مباشرة أهم حاجة أقول لكم لما انتخشوا الصفحة دي شايفين العلامة الفوق دي اسجيل للدخول دي سجلوا دخول بحسابكم يعني أنا عندي حساب جوجل حساب Gmail ما فرقة الحساب شنو تمام بس أضغطوا عليها وسجلوا دخول عملوا لوجين قوالي وسجلوا دخول مخصصة لي أنا وبإسمي أي دورة تدريبية أخدتها حتنزل في حسابي ده أنا دخلته هنا تمام إدقة دي حاجة مهمة جدا انتبهوا لها ومفيدة جدا والتعامل معها مفيد جدا وبتدخني كمان في 365 ما عرفوا والله بتدل على شنو لكن هي عموما اللي هو Microsoft نفسه أحدث Microsoft عندهم اللي هو نظام Office نظام Office بتاعهم العادي شايفين أنا لو ضغطت عليها هنا Microsoft 365 اللي هي نظام الأوفيس العادي الـ Word الـ PowerPoint الـ Excel أنا بدل عن إنه أنا كده دخلني شايفين Microsoft 365 بعد بدل ما إنه أنا أشتري التطبيق بتاعي مثلا بتاع الأوفيس أنزله في جهازي أنا ممكن اشتغيله هنا online هنا online ده اللي هو شنو عندهم مباشر أول عندهم مباشر بوري كل يوم موجود عندي وين مثلا هنا الـ OneDrive أنا هنا كده فاتحة الـ OneDrive بتاعي اللي هو واحد من تطبيقات 365 شايفين لو ضغطت العلامة دي هنا هنا في الـ Outlook اللي هو الإيميل الخاص ديون Microsoft 365 تتخيبوا بس OneDrive ودخلوا الإيميل بتاعهم ده Outlook ده الـ OneDrive اللي هو تطبيق تخزين سحابي ده Word شايفين ده Teams ده Excel ده PowerPoint عندهم حاجة اسمها To Do دي مهمة جدا أنا بدير بيها عملي اللي هو Calendar Family Safety ده دي كلها حاجات الـ OneNote دي كلها خيارة الـ Skype دي كلها حاجات موجودة ضمن Microsoft 365 هذا إيشنا Microsoft 365 هم مثلا منه كده رقمه برم مدينه الرقم ده عندهم كم رقم كده اللي حاجاتهم الفاتحة من ضمن Microsoft 365 تمام يبدأ باختصار شكل الحاجات Microsoft دي بشكل عام هنجي نشوف حاجات أكتر من كده بعد شوية وحنتعامل مع بعضها يعني بعض التطبيقات الخاصة بـ Microsoft أو الخاصة بـ Google وممكن أستخدمها في إدارة الأعمال أو في أي حاجة أنا ممكن استفيد منها حتى لو على المستوى الخاص هنجي نتكلم عنها براها تمام بس أرجو إنه أي حاجة رسلت لكم حاولوا بقدر إمكان اللينكات دي أضغطوا عليها وجربوها تمام جربوا الحاجات بكل لأنها مفيدة جدا حتستمتعوا بالتعامل معا يعني ممتعة جدا في التعامل وسهلة جدا في التعامل تمام يعني ما تحسوا إنها صعبة إلا ناخد على تدريب وحتى لو قلنا صعبة وممكن لازم ناخد على تدريب التدريب موجود أوريتكم حتى له تدريب في محله وين موجود في مكانه تمام يعني باخده من ناس وزاته طيب تعالوا نشوف بعد كده الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأعمال يلا دخلنا في عالم كبير جدا إذا إحنا ما قدرنا مشينا الحاجات البسيطة بتاعتنا بحن نقدر نصل للمرحلة بتاعت الذكاء الاصطناعي العالم خلاص حتى في التعليم حتى التعليم المعلمين حاليا والناس الصحة حاليا البنوك وغيرهم الجهات بيقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجات كثيرة جدا جدا في دارة أعمال في حاجات كثيرة جدا جدا لازم ننتبه إنه أيوة شفتوا خلف طلف الله دلينا 365 بتدول على عدد أيام السنة صح غالبا أيوة سلام جميل أنا شخصيا ما كنت ربطا بها كنت قيلها حاجة مثل منهم رغمنا ساعة طيب نجد نشوف الذكاء الاصطناعي ته فكرة طيب والذكاء الاصطناعي طبعا اللي هو فكرة إنه أنا دخلت الداة الموجودة في العالم كله في رأس الكمبيوتر كل شيء من الموجودة في في دخلتها دو دماغ الكمبيوتر العقل الآلي تحت الكمبيوتر وحاولت بقدر الإمكان إنه أشابه العقل الآلي معلج دكتورة إحنا ما سامعينيك ما عليش يا جماعة حصل لفعة كده ما عليش ما في مشكلة تقدر طيب سامعينيك لفاح وشايفينا الشاشة أيوا كده منتظ نرجع لفكرة الزكاة الاصطناعي زي ما ذكرنا قلنا الزكاة الاصطناعي أنا جماعة كل البيانات الذات الموجودة عندي دخلتها في الآلة بتاعتي أو لو صح العقل الآلة يعني وخليت حاولت بقدر الإمكان إني أخليها تفكر زي ما الإنسان بفكر تحاولت حللية المشكلة زي ما ممكن حلها الإنسان ما دائما الآلات بتنجح في حل المشكلة بالطريقة اللي بحلها طبعا ما زال الإنسان يتفوق على ذكاء الآلة لكن حل كثير من المشاكل الموجودة أما بالنسبة لإدارة الأعمال ودخول في المجال ده دخل بشكل كبير جدا جدا هو مساعد المختصين في مجال الأعمال في حاجات كثيرة جدا جدا وفر عليهم مجهد وفر عليهم مال وفر عليهم التركيز حتى خليهم يركزوا في حاجات تانية خلي الحاجات الصغيرة الصغيرة الزكاة صناعية ننفيذها ليه وانت أخذ الحاجات المهمة الكبيرة الممكن حلها ليه إلا عقل الإنسان يعني مثلا برامج الزكاة صناعية حاليا فكرة استقطاب الموهوبين مثلا في مجال الأعمال دماء ما قعد تنشتغلوا الناس لأن حتى هي صعبة على الإنسان أنا ما بقدر أفتش كل الناس الموجودين في العالم وأشوف بوستات وأشوف طريقة أعمال ومشوف حاجاتهم عشان أنا أستقطبهم مثلا في شركة جوجل قعد تستخدم برامج الزكاة الصناعية عشان تستقطب طلب توظيف إلكتروني هل تفتكروا إنه في إنسان هيقعد كده ده قدام الكمبيوتر عشان يفلتر قريبا آلاف الطلبات بتاعت التقيم لكن بيقوم به زكاة الصناعية اللي هو مبرمج على إنه يعمل الحاجة دي عشان دايما انتبهوا لما ترسلوا الـ CV بتاعتكم خلوا الـ CV بسيطة ما فيها كتيرة سهل على الزكاة الصناعية إنه يلقى بالإضافة للـ keywords بتاعت الوظيفة اللي أنا مقدم لها لازم الـ keywords بتاعت تكون موجودة في CV لأنه بلقوط الـ keywords طوالي الزكاة الصناعية ما زي عقل البشر اللي حيقعد بالراحة بالراحة يقرر سير الزاتية أبدا بيقوم أول ما ما لقى الـ keywords أو ما لقى الزكاة الصناعية أو البرنامج بتاعة الزكاة الصناعية اللي بيفتش أو بيعمل فلترة للي الحاجات ما لقى 80% مثلا منها 60% ما موجودة يلا ما بشوف سير الزاتية لسا بعد طوالي فانتبهوا دي واحدة من الحاجات انتبهوا ليا حتى عمليات تحليل السوب تحليل وتقويم الأداء بتاع الموظفين والحاجات زي دي كلها أصبح معتمدين فيها بشكل كبير جدا على الزكاة الصناعية ما بيقعد ليا زول كده يعمل إلا ما لم يكن في حاجة يعني أكثر من المعقول يعني مثلا ياما COVID-19 دي خلت الناس قعدوا بالراحة وبدوا يفكروا لكن الحاجات تكون ماشا بالريزم العادي البسيط المعروف يعني الحاجة ماشا يعني ما في قطعات حاصلة النص الشكل الروتيني العادي فبتعملوا برامجة زكاة الصناعية بشكل عام مرغبة الدوام ووقات العمل والحضور والضياب والتسجيل شفتوا حسي يعني حتى البصمة تسجيل بتاع البصمة ده يقول لحاجات أصبح الإنسان ما بيحتاج إنه يشتغلهم حتى مهام إدارة المواردة البشرية دخلوا فيها بشكل كبير جدا جدا عمليات الزكاة الصناعية وفي بتطبيقات كثيرة مستخدمة في الزكاة صناعية حتى ممكن أستخدمها ونزلها في الموبايل في حاجات بتنزل في الموبايل بالمناسبة وممكن أنا أدير بها حاجات كثيرة وفي شركات كثيرة جدا برضو شركات مايكروسوفت وشركة متا عارفين ناس الفيسبوك صبعا متا مايكروسوفت جوجل اي بي ام كل هذه شركات كبيرة واستخدمت الحاجات دي ودخلت بشكل كبير جدا جدا إذن لور تطبيقات الزكاة الصناعية ما هي جات عشان تستبدل الإنسان وإنما هي بتكمل وبتسهل عمل الموظفين في مجالاتهم المقتصين في مجال إدارة الأعمال بشكل عام أي مجال داري في أي مؤسسة بنوب اقتصاد معلمين غيرهم هي ما بديل عنهم ولا تقليل لدورهم لكن لو ما لحقوا تعلموها في العصر الحالي هتبقى بعد شوية صعب إنه نلاحقة يعني لأنه نحن بعد كده حيبقى الناس فاتتنا بحاجات كثيرة لازم ننتبه إنه هنستخدم الحاجات بي ونتعلم نستخدم لا ما حتوقف شغلنا أبدا ما بتوقف شغلنا بالعكس الإنسان بقدر متطور البرامج بحيقدر مشيك فعلا والأوبيني آي أيوة لاحظوها شفتوا الفترة الأخيرة ظهر فيها العمل ثورة كبيرة في الفترة الأخيرة أنا بس المشكلة ويحلها لقد تطور مختلفة تمام دي برضو حكايات جديدة وكبيرة جدا لازم ننتبه ليا التراكين أبليكيشن سيستم أبليكيشن سيستم السي فيز أيوة بيفحص ويفرز صاح كلام جميل دي كلها حاجات لازم ننتبه ليا يلا نحنا لو ما قدرنا لحقنا التقنية دي وعرفنا نحنا وانك فين وين ومحتاجين لشنوب عشان نمشي لجدا هنكون وقفنا في حتة غلط وقفنا في الديدلاين فعلا وحنكون فعلا خارج التغطية وحنكون فعلا في الحتة الخطر اللي هي ممكن فعلا كده أنا أفجر وظيفتي ليه لأنه أنا ما طورت نفسي انتبه انه ده مجال نحنا لازم نطور نفسنا نحنا الليلة بنتتلم عن مهارات الحاسوبة العادية لكن نحنا ما محتاجين للعاد بس انتبه نحنا يا دوب خطينا رجلنا في العتبة الأولى ولسه جدامنا الكثير نتعلمه مع بعض ان شاء الله في الفترة الجاية في سنوات عمرنا جاية بإذن الله نظيمناها زي ما قلنا الزكاة الصناعي كأحد أدوات مستقبل الأعمال طيب الحاجة الرابعة نتكلم عننا اليوم الخدمات السحابية دي اللي هي حنشتغلها إن شاء الله Practical هنشوف Microsoft Office 365 وحنشوف ما يسمى بال G Suite أو Google Suite اللي هي فيها كل الحاجات اللي نحنا المقطوبة قدامنا دي بتشابه حاجات Google بتشابه حاجات Microsoft لكن كل واحد عندهم إمكانيات وبراءة أنا حاوريكم بعض الحاجات هنا وبعضها من هنا بعضها من هنا بعضها هنستخدم كده وكده هنستخدم Google تمام في حاجات يعني أنا ما حا أتكلم عن الحاجات فالبسيطة نحنا كلنا عارفين أنا حافتح ملف Word مثلا أكتب في Word ما حاقول لكم نكتبه لكن حاوريكم الحاجات إنه ما يزول بعرف كتب لما فيها كلام يعني نحنا أستماف في البايزيكس بتاعت إنه أنا أضغط الألف ولا اللام ولا الجيم ولا الواو لكن أنا حاوريكم ممكن أعمل شنون يريحني أنا ذاته يسهفل علي حتى فكرت الكتاب تمام يلا شايفين الحاجات Google وحاجات Microsoft فيها زي ما قلنا حاجات بيت الشابة يعني مثلا Microsoft عندهنا Word عندهنا PowerPoint OneNote عندهنا OneDrive عندهنا Teams e-mail عندهما chat عندهما calendar عندهما مكافئ للWord عندهما Google document مكافئ للExcel عندهما Google sheets تمام وهكذا هنجي نشوف PowerPoint عندهما Google slides OneDrive هم عندهما Google Drive وهكذا هنجي نشوف الحاجات دي مع بعض بإذن الله في practical حنشتغل مع بعض طيب قبل ما نشتغل practical أنا عايزة أوريكم إنه حنشتغل شمو مع بعض هو الحاجة لما أجي أتكلم عن Drive Google Drive هنركز على بعض الحاجات في Drive وحاور يكون حاجات كمان في Microsoft Google Keep أيوة نعم Excel أيوة تمام طيب هنجي نشوف Drive اللي هو خدمة تخزين سحابي أنا باستخدم التخزين السحابي طيب دي حاجة مهمة جدا دايما نحن بتكون حاجاتي وين أخذت وين في مكان خطيت في الكمبيوتر ما دائما أنا بكون free لأنه أنا أشيل في جهاز أحيانا بكون عندي مثلا انتماء في مكان ما عندي شغل كثير عندي حركة كثيرة أنا ما أقدر أشيل الكمبيوتر معي محل ما أمشي لكن بكون محتاج مثلا أنه أشتغل الحاجة في موبايل جوجل أتاحت أي حاجة موجودة عندنا إلا موجودة كأشتغل في الكمبيوتر وموجودة كطبيق على الموبايل أكليكيشن الدرايف اليوم ساحة التخزين السحابي حاجاتي الموجودة في مكتبي كلها برفع في خزنة واحدة موجودة وين في السحابة السحابة دي اللي هي سيرفرات جوجل حرفع في درايف بتاع جوجل بعد كده سهل إدارتها ممكن أنا أزيل أعملها دونلود مرة ثانية ممكن طبعا أعمل في أي وقت أبلود للحاجة لأنا عايزة رفع ممكن أشارك مع آخرين وحتى أحدد إمكانيات المشاركة أي نظل توم توم منت ولا تأديت بد الناس حسب درجة المشاركة لأنا عايزة أجولة دي كلها خيارات تمام أيوة أكتر تطبيق فعلا أكتر تطبيق برضو أنا بحب والله الدرايف طيب دي واحدة من الحاجات الدرايف ثاني حاجة عندنا هنشوف إن شاء الله مع بعض بعدين حتى شايفين ممكن نبحث درايف بتاعي طلع حاجتي العايزة الجوجل بوكيومين هنتكلم عنه زي ما قلت لكم ما هنتكلم عنه نكتب كيف لكن حاوريكم إمكانيات أعلى موجودة في الجوجل بوكيومين ممكن نستفيد منها الجيميل اللي هو التطبيق الخاص بالإيميلات الإيميل كيف جيميل جديد وكيف استخدم الجيميل بشكل يعني أنا حاوريكم برضو حاجات أدفانس فيه أعمال جدولة الإيميلات بتعتيه مثلا الكالندر كيف دير الأعمال بتعتيب بشكل جدول الأعمال وأعمل خطة محددة محكمة بالزمن والتاريخ من أول السنة بتعتيه الحدي آخرة بالكالندر جوجل سايت أو المواقع الإلكترونية الخاصة بجوجل كيف ممكن أصمم موقع الإلكتروني باستخدام جوجل سايت وكيف أدير الموقع الإلكتروني بتاعي الجوجل جروب كيف يكون عندي ناسي مثلا أنا بعمل حملة إعلانية ناسي اللي تعاملوا معاي دل كله وندخلهم في جروب واحد والحملات الإعلانية تصلهم دايركتلي كيف ممكن أعمل الحاجة دي الجوجل مت كيف أعمل اتماع تزامني باستخدام الجوجل مت عملائي في مكان ومؤنف مكاني أو موظفي نيف مكان ومؤنف مكاني باستخدام جوجل حاجة مهمة جدا دا دل Microsoft 365 اللي هو هنا أنا فاتحة الOneDrive اللي هو مساحة تخزين سحابي ملاحظين أنه هنا منزلة حاجات في Microsoft 365 الOneDrive بتاعي اللي هو بالقوين أنا شايفين أول ما فتحت صفحة أنا عندي Hotmail أنا فتحت Hotmail بتاعي هنا مسجل بخول هنا بالHotmail ما علي إلا أجي هنا ممكن عنده Gmail برضو بالمناسبة ممكن يكون عنده OneDrive أسجل بس دخول في OneDrive هذا OneDrive بتاعي اللي هو مساحة تخزين سحابي أول ما تغطع على OneDrive وفتح معايا OneDrive هذا OneDrive بتاعي هنا اللي هو مساحة تخزين سحابي أنا برفع فيها كل الملفات الموجودة بتاعتي في مكان واحد الحاجات اللي أنا فتحت جديد مثلا موجودة عنده أي حاجة موجودة عندي أنا بجي ألقاه هنا منجرد ما أكتب في البحث عنده فوق لو عندي ملفات كثيرة منجرد ما أكتب في البحث بتظهر لي مثلا شايفين لو جيت أخذ أي ملف من ملف هنا أو دار أكتب مثلا كفايات شايفين طوالي أول ما كتبت كفايات معلم القرن 21 عايز أوريكم حاجة جميلة جدا جدا قلوني أضغط الملافظة طيب فتح معاي بس ووريكم الإمكانيات العالية الموجودة في حاجة Microsoft يلا ده Microsoft أنا فتحت إذا بيفتح معاي ويرد عادي شايفين فتح معاي ويرد عادي أنا الويرد المفتوك عندي ده أنا ما فهدحاه بالبرنامج الموجود في جهازي ده مفتوح في السحابة فوق في Net شايفين نسمح الNet عادية مفتوح فيها الملف الإسم كفايات معلم القرن 21 ده شايفين نه ده أوريكم حاجة جميلة جدا مرات كثيرة بنكون مثلا عايزين نشتغل حاجة أو نرفع حاجة يعني هنا شايفين الحاجات الفوق دي أول حاجة دير أوريكم لها هنا شايفين Translate to English I can translate the whole document to English in one click شايفين هنا I can translate the document to English هنا أول Translate أضغط دي Translate شايفين Translating this way أصبر شوية بس عملي Translate لل document بتاعي كله بس انت بو حاجة Microsoft مرات قاعد يكون فيها شوية بطئة من حاجة Google لكن بوري غرض وفرق بينات مبوري كله بعد شوية شايفين بدأ يفتح له واحد جديد اللي هو عمل له translation من اللغة العربية للغة الإنجليزية هدا شايفين Translate document شايفين على شنو Loading هذا شايفين نو لسه chapter 2 theoretical framework شايفين The teacher is one of the most important factors responsible for the success شايفين هنا بدأ ترجملي الملف بتاعي الآن خطيت كله من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أي كان حجم الملف بنفس التنسيق نفس فكرة الترقيم شايفين حتى الترقيم الآن مرقيم هدا كل الملف بتاعي تمت ترجمته طيب دي واحدة من الحاجات الآن عايز أقول لك نوريكم حاجة ثانية طيب فرضا أنا عندي أي واحد من الملف بتاع تدي أو أنا عايز أستخدم مثلا فرضنا عايز أستخدم Microsoft Microsoft 365 عايز أستخدم بدلا عن إنه هذا الوان درايف يلا أنا عايز الدكومنت بتاعي أنا رفعت قبل شوية نفسه عايز أحويل الدكومنت دلي البرزنتيشن عارفين ممكن أنا من دوا الدكومنت بتاعي أحويل البرزنتيشن دارك من دوا نحنا نتعب في إنه نشتغل البرزنتيشن برانا صح أنا ممكن أخليه هو يعمل البرزنتيشن ما عرف الدكومنت حديدا خاضي أبو ترجم حرفية طيب خلوني أشوف مثلا زي الملف الأنوى فتحته بتاع كفايات المعلم القرن الحاد والعشرين مثلا المهم طبعا عندنا إنه الملف بتاعيكم فاتح هنا Microsoft 365 edit خلوني save copy of the translation خلوني خلوني أفتح واحد ثاني لأنه تبدأ translated copy أنا ما عايز translate فتحت واحد ثاني استراتيجيات الإدارة ده اسم استراتيجيات الإدارة طيب يلا شوفوا ده كلام مكتوب أنا عايز شايفين الكلام ده ده كلام مكتوب فح يلا أنا عايز الكلام البسيط المكتوب ده عايز أحول ل powerpoint translate قليت English نو قليو خلاص ما عايز نعمل translate عايز أحول الشكل الموجود ده مثلا ل powerpoint أنا في أي لحظة ممكن أحول ل powerpoint ثاني حاجة عندي حاجة اسم هنا designer شايفين دلي هي حاجات خاصة بال artificial intelligence شايفين بديني هنا بديني أشكال مختلفة أنا ممكن أستخدم templates شايفين دي كلها templates وممكن نختار أكتر من كده عشان يوريني templates أكتر من كده يعمل علي designer شايفين ده بدينيش أشكال أنا ممكن أستخدم بشكل جميل جدا وتطبيقات جميلة بالمناسبة يلا شايفين ده editor بتاعي هنا بس ضغط عليه قلي شايفين editor score جلي استخدم بتاعي اللي هو ده بعمل grammar وال spelling mistakes جلي عندك one spelling mistake هدي واحدة وضغط عليها نقرني لها طوال شايفين وين يمنح هدي ينمذج أنا كاتب النمزج ينمذج المعلم المهارة هو ملقى نمزج ينمذج اللي يتفيون يسبلي معداء أنا ما عايز دي ما spelling mistake grammar mistake قالي عندك 48 grammar mistake طيب كلها ممكن أضغط علي حيعمل لي grammar mistake بعدين I can upgrade editor بداعي أكتر من كده بديني مكانيات أكتر من كده يعمل لي editing وproof reading للملف بتاعي قبل ما أرسله انتم وانا كتبت تقرير كتبت أي حاجة لازم أعملها proof reading قبل ما أرفع صح طيب يلا شايفين هنا في الفايل حتى الحاجات اللي أنا اشتغلتها في الـ online دي أنا ممكن أعمل ليها download copy منها ممكن أعمل download PDF وممكن أعمل download ODT دي كلها حاجات أنا ممكن أعمل لها save وأعمل download مرة تانية في الجهاز بتاعي بكل خيار تمام طيب خلوني أشوف لكم يلا هنا ندي الـ styles يلا هنا ده الـ voice طائبة إي لو أنا ضغط عليها allow أسمح بها سمحت للميكروفون يبدأ الميكروفون بالكتابة لاحظوا الآن الميكروفون يكتب كما أقول كلمة 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 كيب لحظة خلوني ننزل عشان تكون واضحة معاكم هم هنا تبا هنا ننزله يلا ملاحظين معاي أنا بس حمل لي وهو هي يكتب دي الحاجة القبل شي قلت لكم أنا ما عدت في العصر الحديث ده ما أصبحت فكرة إنه أنا تبا تبا عادة مشكلة بالنسبة لي يلا أنا هنا حابد لكم في حتة جديدة هنا شايفين يلا هنا أنا خطيت هنا الكيرسر بتاعي وضغطت المايكروفون الآن أنا أقوم بكتابة كتاب كامل عن استراتيجيات الإدارة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التعليم في الصحة الإدارة وغيرها من الأعمال رافي ولقل ما غلط نلاحظنا كلام زي ما أنا ذكرت مليته بس أنا ما عليه لأمل الجهاز وهو يشتغل دي واحدة من الحاجات الجميلة جدا اللي نحنا مهارة يعني دي مهارة عندنا أيوة الدنيا سهلة جدا دي مهارة عندنا أصبحت انتهت دي مهارة عندنا دي مهارة عندنا ما عادت مهارة أنا بسأل منها دي مهارة أنا بسأل منها لأني خلاص أنا بمل الجهاز والجهاز بشتغل خلاص دي ما عادت عند حوجة في العصر الحديث طيب إذن وفيه مكانيات كبيرة جدا زي ما ذكرنا موجودة عندنا هنا نحنا ممكن نستخدمها خلوني أوريكم تاني حاجة موجودة عندنا بس ما عليش أرجع بسأل ملف جتاعدة يلا شوفوا بعدين يلا هنا حاجة جميلة جدا حتى فكرة البحث أنا لما نجي أبحث عن حاجة مثلا خلوني أجيف هنا عن ذي الصدر مثلا أنا عايزة أبحث عن صورة عند علاقة بفكرة الاستراتيجيات يلا شوفوا يعني عادة إحنا لما يكون الملف جتاعنا لازم يكون مدعوم بصور أنا بضطر أعمشنه بضط مصعبين عليكم الحاسوب كثير والله يا ميادة هم زاهل أسهل ما يكون شفتوا الحمد لله يزي صخر أنا هذا صح يا إسراء يلا شوفوا معايا الكلام ده شوفوا الحتة دي جميلة كيف لو أنا دخلت هنا عايزة نزل صورة عادة لما يكون الملف جتاعي أنا عايزة نزل فيه صورة بضطر أعمشنه بضطر أمشي جوجل أبحث عن الصورة وأنا نزلة وهنا في مشكلة كبيرة بتواجهني إنه أنا الصورة البنزلة دي أنا في ملكية ملكية فكرية بالمناسبة ما مسموح لي أنا أستخدم أي صورة موجودة في النات never ما تحاولوا تعملوا الحركة دي أبدا ما تستخدموا أي صورة موجودة في النات أنا لازم عشان أستخدم صورة موجودة في النات تكون الصورة دي مكتوب فيها cc العبارة بالكلمة الحرفين دين cc cc يعني شنو؟ يعني الكرياتيف كومونز أو المشاعر الإبداعي إنو الحاجة دي ما سموح بيع ده مجاني ده مجاني يا الجيلاني التطبيق الآن المستخدمة حاليا ده 365 ده مجاني بس ما عليك زي ما قلنا إلا إنك تخش هنا عادي في صفحة جوجل عادية أكتب واندرايف هنا واندرايف في البحث أكتبه في البحث واندرايف خلاس ضغطت عليها جاب علي هنا هذا البرسونال كلاود ستوري مايكروسوخ واندرايف أضغطوا عليك يلا لو أنا قبل كده ما دخلت حيطلب مني تسجيل دخول بس ما علي لا أسجل شايفين؟ هتفتح معاي كده شايفين ساينين الفوق دي العلامة الفوق دي أضغطوا عليها أضغطوا عليها وأنا بس لعني مسجل لدخول حاليا يدخني طوالي أيوا شايفين لكن تضغطوا عليها طوالي بتطلب منك تسجل دخول بالإيميل والفاسوير بس سجلت دخول بيقى موجود عندك خلاص ما في مشكلة داني تمام يلا دخلنا وين؟ هذه نفس الصفحة اللي أنا كنت أشغال فيها بعد ده بلقى الحاجات دي وين؟ هنا في العلامة بتاعة المربع المربع في الأعلى ده هدا شايفينه أنا بفتح وابسوكي المربع الموجود في الأعلى ده في الواندرايف هذا فيه كل الحاجات فيه الأوتلوك اللي هو إيميل لكن الإيميل بتاعهم شوية ما متقدم زي بتاع جوجل بتاع جوجل شوية أكثر تقدمة من بتاع مايكروسوفت بتاع مايكروسوفت كثير حاجات كثيرة بودا لين جنك إيميل أو الاسبام لكن الجيميل قاعد يفرز حاجات الاسبام كويس يعني ما قاعد يوديها كلها تمام هنا عندنا الويرت هدا الـ PowerPoint الـ Excel الـ OneNote دي كلها موجودة عندنا هنا هدي كلها بقدر اشتغلها من هنا شايفينها وفي لسة ضغطوا الـ Apps دي وريكم حاجات تاني أكثر من كده تمام طيب حاليا أنا فاتحة هنا ده اللي قلنا شغالين فيه يلا قلنا مثلا دار أنزل بكتر مثلا صورة الملف بتاعيه عايز أدعمه بصورة لما أجل البكتر هنا ممكن نختار بكتر فروم ماي ديفايس محل أنا شغالة من الـ OneDrive بتاعي أكون أنا حفظها قبل كده يلا هنا عندهم حاجة اسمها الـ Stock Images اللي هي القاعدة تلبنات بتاع مايكروسوفت نفسها ممكن نختار منها أو Search on Web يفتش لي في الويب كله يفتش لي أي حاجة أنا عايزة صورة ويلا هنا دي ميزة فيها إنه بنزل لي صورة صايتة أو بيجيب لي أحيانا أختارنا أقول لي جيب لي الصور السيسي بس مثلا عايزين حاجة عند علاقة بالتكنولوجيا Active Technology Search يلا شايفين أنا عاملة تيك هنا وين Creative Commons يعني ما تجيب لي إلا الصورة السيسي الصورة المسموحة باستخدامة الصورة ما مسموحة باستخدامة أصلا ما تجيب لي من أساسه يلا شايفين دي الفلترة دي بعمل تيك على Creative Commons بعد كده أي صورة ديني هنا I can use it طوالي هذا أضغط عليها هنا وأعمل لها Insert شايفين هدي نزلت ملف بتاعي ده إذا أي لحظة أنا عايزة نزل صورة من الصور الموجودة عنده ملف بتاعي مدعوم بصور هذا تايفين حتى أخر كده ممكن أنا أستخدمت ديزاينر بتاعه طبعاً بيلغالية طرق إنه كتلية الصورة دي بياته طريقة وهكذا وكمان بوريكنا الحاجة دي موجودة في الباوربوينت أفضل من كده كمان تمام طيب أنا أعطوهم أفضل أفضل من كده أفضل من كده أفضل من كده تعالى طيب دي كل ها خيارات دي كل ها خيارات اللي تكلمنا عنها دي كل ها خيارات شايفين طيب بالنسبة ليه الباوربوينت البحصل في شينو يلا مثلًا ده مثلًا ملف أنا فتحته سيادة معلومة القرنة 21 دي زارة أنا حولتها بس خلوني أوريكوا لا بس هنا ما فتحتها معي معرفة فجأة أعلق الملف اللي أنا شغال فيه أيوة عيفين الملف ده بس بيفتح شايفينه؟ يلا شايفين الملف ده لو جيت في أي لحظة أنا عاملة هنا مثلًا دي واحدة من الشرايح بذاتي يلا فرضًا المبحث الأول مكتوفي وكفاءة المعلم شايفينه؟ لو جيت نسخلونا شيل اللون ده شاني يكون واضح والله خلي كده يا رب كده الخيلة أوضح بالنسبة لكم طيب نخلي كده أنا ممكن طبعًا في أي لحظة أغير في الكلام المكتوب عدّل شايفين أنا هنا عرضها في النص يلا هنا أنا عايزاه يجيب ليه الدزاينر يلا لاحظوا هنا الدزاينر في الشغل شغل جميل كيف شايفين؟ يلا الدزاينر قليت أنت عاملة نقاط النقاط دي ممكن تعمليها بطرق تانية قليت دي طريقة شايفين؟ لو ضغطت عليها لسه ما فتحت أنا على شوية أنا سأضطي بالنسبة لكم مسموع أو لو ضغطت ضغط بالنسبة لكم مسموع مسموع واضح تمام تمام منتاز شايفين يلا الحاجات الموجودة عندي جي كلها دي أشكال جايب ليه الدزاينر شايفين؟ ممكن اختار أي حاجة فيها أي حاجة من الحاجات الموجودة عندي دي أنا ممكن اختارها لسه الدزاينر بتاعي بيحمل يلا شايفين؟ مثلا شايفين الشكل العندي هنا شايفين مصاح؟ يلا لو ضغطت دي شوفوا غيروا لي لي شكل شنو؟ شايفين غيروا لي كيف؟ شكل ده ما دائرة ده ما عاجبني شكل غيره غيروا لي تنسيق تاني ما بتعب ما عادة الزمن بتاعينه أنا أتعب في presentation كده اخترت شكل تاني شايفين؟ غيروا وهكذا شايفين؟ هنا دي كلها طريقة تربة ممكن اعملها لي دي كلها حاجات ممكن اقول لي مور أديني مور أكتر من كدا شايفين ده؟ واحد وهكذا دي كلها خيارات يلا دي فكرة الدزاينر اللي هو الدزاينر ده عندهم شغال بالذكاء الاصطناعي الدزاينر شغال بالذكاء الاصطناعي تمام؟ تجهيزه ساهل جدا أيوة الـ presentation تجهيزه معه فل ماركا يوم فعلا يا إكرام فعلا شوفته و جميل جدا و رائع رائع التعاون معه ساهل ووريتكم كلها موجودة وين هنا؟ في العلامة دي المربع ده بس أسجل دخول في المربع ده أفتح كوركوين جديد أضغط بي بس كوركوين دي فتح معي الجديد يبتح هايتين يلا كل الورق هو واحدة وشايفين حسين دي الداني لها برضو أشكال جديدة ده ليه الشكل العملت ده ما حلو ده شكل ثاني شايفين أشكال دي حتى جميلة يعني جميلة شوفوا أنا أجيب واحدة ثانية دي أنا عاملها بشكل قبيحة عشان أقدر أو ريال الناس بشكل أفضل في الدورة هدي شايفين؟ شوفوا شريحتي دي شكل عشان كيف؟ شان وكلاما كتير اختاري الشكل من الشكال اللي هو عاملو هنا ده شكل هدا شوفوا غيروا ليلي شكل جميل كيف؟ شوفوا الشكل ده جميل جدا بعدين حتى للشكل اللي داني لها دا أنا ممكن أكبرو شايفين؟ أصغيرو زي ما أحب تمام؟ أضيف صورة يلا شوفوا أنا عايز أضيف صورة هنا شوفوا لو أضيفتوا صورة حيحصل شنو أمشي لإنسيرت صح؟ وفكتر وأمشي لبنك طبعا محرك البحث الخاص بيهم الناس جوجل محرقون حق البحث شكرا يا شيخ بالنسبة لمحرك البحث بتاع جوجل اللي هو بنك ده ده محرك البحث المعتمد بتاع مايكروسوفت أما جوجل محركهم طبعا مايكروسوفت طيب أنا هنا بتكلم عن المعلم خلونا نكتب هنا تيتشر يلا كتبتها لي في البحث بتاعه وجيب لي الكرياتيب كومونس فقط الممكن استخدامه بغطة الحليوة دي هنا هدي يلا هدي جاتني قال لي that picture is not available anymore طيب يلا نجرب غيرها ما في أي مشاكل بنك مرة تانية ونكتب تيتشر مرة تانية بحث يلا جاب لي مثلا دي خلاص برضو فليوة ظريفة هدي جبناها يلا شايفين نزلت لي وين هدي هتنزل لي قعد تنزل هدي في نص الكلام هدي جبتها هنا بالجنبة كبرتها طوالي لحظه الديزاينر بالجنبة دي غير ليه الأشكال قال لي الشكل بتاعك بيجا ما مناسب مع الشكل اللي انت اخترتين اختاري واحد تاني زايدين شايفين؟ غير ليه طوالي بأشكال تانية ممكن اختار ده مثلا والله ازاته متفلسف فايل لنسايل لانه الشكل ده كان سميه والله هسي هدا شايفين غيره كده ده شكل تاني هدا شايفين؟ مثلا شايفين عمله كيف؟ بشكل جديد غير ليه بالشكل ده وهكذا لكل حاجات لكلها أفكار جميلة وجديدة ورائعة وتسهيل علينا عمل الكوربوينت اللي بيأخذ معانا ساعات اكتر حاجة طبعا انا بتعب فيها الاخير رحلة واي جدا ممتاز يا ميادة طيب اذا اي حاجة انا باستخدامها حاليا انا بلق عليها طريقة الزكاة الصناعي تدخل فيه اي شي وغير اي شي اي تقنية اي حاجة انا باستخدامها متمدة على التقنية اصبحت أسهل باستخدام تقنيات الزكاة الصناعي مدمجة جواه حاليا امكن الناس يكونوا باستخداموا الحاجات دي قبل كدا لكن اصلا ما فارزين انه دي تقنية الزكاة الصناعي الان باستخدام دي تقنية زكاة صناعي خلاص لكن هي تقنية زكاة صناعي سهلت علينا التعامل مع كثير من الحاجات بيغت ابسط ما يكون لاحظوا دي كل حاجات سهلة بيغت جدا جدا تاني حاجة انتبول يا انه الواندرايف بتاعي نحنا كونا فيو هدا كونا في الواندرايف بتاعنا ده الواندرايف بتاعي ده بشيل كمية من الحاجات انا ممكن اخد فيو كمية كبيرة من الحاجات شايفين هسي انا ده شغالة بيو تقريبا لي ثلاثة سنيني ثلاثة سنين تقريبا انا شغالة بيو شايفين لو ما شاهدت مثلا ماي فايلز دي الفايلات بتاعتي هدي لسه بتحمل شايفين يلا خلوني افتح ده two items foreign to approach to my file انا عايز ارفع حاجاتي يلا خلوني نجرب ناسي حاليا انا وقت في الواندرايف بتاعي او في الواندرايف دارين نجرب اي حاجة black skin feature يس ممكن انت ده تجربو طيب خلينا نجربو تجرب عليك حاليا في الدرايف مداحة نعم موجودة في الدرايف ايو حمريكو الله برضو في الدرايف بعد شوية جينا الكفاية المعلم دي ودارين نعمل زي ما قال ابحثش البن وأقول ليه black skin teacher هدي كتبتها وضغطها نشوف جيب لي شنو يلا شايفين black skin teachers طيب انا اختار دي مثلا انسير اه دي اللي problem رفتش غيره مثلا وهكذا المهم في خيارات البحث موجودة المهم انها في خيارات البحث موجودة ما عندي فيها مشكلة وحتى في الكرياتيف كومونس ما ساي كرياتيف كومونس المسموح باستخدامه استخدمت دي مثلا نزل علي هدي حتى صايتب شايفين الصورة بتاعتي صايتب تحدي كرتها هدي نزلتها هنا طوالي جاب لي هنا في design غير لي شايفين في design جاب لي بطرق مختلفة اخترتها اي شكل ده الصورة وعدى لي الشكل الموجود بالدامة تمام اذا كده انا بحثت بالطريقة اللي انت سألتني منها يا جيلاني فراح؟ ولا لم نسألني من ايوه الجيلاني سألتني من ال black skin teacher ايو عملتها ونفز لي وجاب لي ونزل فعلا صورة تمام دي كل اخيارات شايفينها جميلة جدا والتعامل معها ساهل 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 يلا انا انا عايز ارفع حاجة ده كيف؟ اول شي عرفنا ونفتحه من وين؟ من بره فتحنا الone drive ودخلنا وكتبنا حاجاتنا ودخلنا طوالب طيب انا جوة drive ده وانا موجودة جوة drive عايزة بعد كده ارفع حاجاتي جوة drive برفعها من وين؟ شايفين نيو دي؟ هنا انا ممكن اول حاجة اعمل new folder واسمي الفولدر باسم مثلا شهاداتي حرفعها هنا فرضا حرفع شهاداتي كتكت اشهاداتي my certificates create والي حيبدأ ينشئ ليه الملف ده هنا انشأوه وحينزل ليه الملف ده في الفايرس بتاعيني بعد داك ببدأ اعبي الملف بتاعي من جوة بعبي كيف؟ بس من كلمة upload دي اضغط كلمة upload دي هنا واختار file او folder فايل لو انا حرفع شهاداتي مثلا شهاد اشهاد او عندي ملفات فوركوينت او ملفات documents ولا excel sheets ولا كده واحد واحد حرفعهم تمام؟ او حتى ملفات مختلفة عن بعض البعض لو عايزة ارفع folder كامل مثلا شهاداتي موجودة على شكل folder اضغط هنا وامشي مثلا انا شهاداتي موجودة هنا في بدي هدي الشهاداتي اضغط عليها وقول لي upload قل لي do you want to upload 2173 file to this site اقول لي yes upload يلا طوالي حيبدا ارفع عليه الملف شايفين uploading one item الملف الكامل folder كامل جواه في item جواه حيبدا حيبدا يرفعوا لي file 2000 شوية file جواه حيبدا يرفعوا لي هنا في زمان قليل حتى ما بياخدوا زمان طويل جدا تمام دي باختصار استخدامات one drive والحاجات الموجودة في one drive ده بشكل عام الحاجات الهين طيب يلا تعالوا نشوف حاجة تانية عايزين نشوف ال google drive دي حاجات microsoft المربوطة بالذكاء الصناعي والمربوطة بغيرها بالمناسبة الحاجات دي موجودة حتى في ال excel حتى في ال excel بدينا hint لل formula الدارين استخدمها لو انا بس كتبت كلمة بس طوالب وريني بقول ليه formula بتاعتها بتكون كده 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 لكن دي قعدة براشة نعملها طيب نشوف ال google drive يلا الدرايف ده طبعا كلنا مفروض الناس الموجودين معي الان جميعا كلنا بدون فرز عندنا gmail كلهم عندكم gmail اكاونت بما انه انا عندي في يدي smart phone اذا انا شغلته فتحته بالجي mail او بالجوجل اكاونت طيب بما انه عندي gmail اذا انا definitely الحاجات الان هتكلم عنها الان موجودة عندي تذكروا قبل شويه لما كنوا منتكلم عن تطبيقات الاعمال الموجودة في اكاونت اسمائها متغيرة نعم لكن بعرفة كيف بغزر اتعامل معاه وبعرفة كيف بس شايفين هنا العلامة دي ده الصفحة بتاعتك تاعت google صفحة جوجل صفحة فتحت صفحة عادية بال chrome بتاعي البراوسر بتاعي chrome شايفين العلامة دي بتاعت المربع دي احنا بضغط و افك عليها هادي شايفينها من ضمنها من جواها هادي في كل التطبيقات الخاصة ب الاعمال وغيره هادي دقيقة معليش هادي نرجع هنا المكان ده اللي هي google apps ال google apps دي فيها كل ما يخص google سواء كانت طبيقات اعمال ولا غيره زي ما قلنا شايفين هنا دي نيوز اخبار google maps ال gmail ال contacts انتبقوا لحاجة مهمة جدا جدا دايما ارفع ال contacts بتاعكم في ال account بتاع الجيميل بتاعكم عشان في اي وقت لو فقدت الجهاز او غيرتوا في اي لحظة واستعدت جدا جبت لي جهاز جديد نزلت طب وان بتنزل معي تلقائيا ال contacts بتاعتي ما هذا في جدا اكبر مشكلة بتكون بتحصل لزول انه يبديد ال data بتاعتي طبعا من ضمنها ال contacts و how to reach them يعني بال e-mails ولا بغيره ال chat ال chat العادي زي وزي ال whats وزي ال 13 اتماعي كتير ان نستخدم عندهم chat ال google meet اللي هو الاتماعات التزامنية موجود وحوريكوا لي بعد شوية ال google drive اللي هو دا المشابه انا حضغط عليه فتح معاي google drive اللي هو مشابه لشنو مشابه لل one drive ال one drive اللي اتكلمنا عنه قبل شوية في ال اتكلمنا عنه في المايكروسوفت هنا google عندهم google drive هدا ومن جواه في كل التطبيقات التانية اني احنا منتكلم عنا من قبيل شايفين العلامة دي محل المكتوب نيو دي محل المكتوب فيها نيو دي i can create a new folder i can upload a file i can upload a folder زي ما شفنا قبل شوية في ال one drive i can create a google document حنشوفه مع بعض هنا شايفين هنا لو انا هابدى ب blank document او from a template يلا خلوني ابداليكم من templates الموجودة ل the documents قبل ما ابدلنا نواصل في باقي الحاجات الموجودة لحد drive هنا شوفناه ده ال calendar translator ده ال google play google my business هذه business profile بعمل profile ال business بتاعي هنا ببقى ال business بتاعي محدد ال profile بتاعه معروف موجود وين في العالم الزول ممكن اتصل عليه طوالي باخد نجوم البزنس بتاعي من جواو زي ما قلنا الكلام ده عندهم shopping المواقع بتاع التسوق التسوق ممكن اعمله هنا هنا google ad center الخاصة بالإعلانات google finance ادارة وتحليل مالي هنا بكل حاجات انتمولها google document google sheets اللي هي شبيهة بال blogger اللي هي مدونات ممكن اعمل مدونة كاملة تكلم فيه عن اي حاجة عندي google adsense اللي هو قلنا خاص بالإعلانات بودكاست اللي هي دي زي الإذاعات والحاجات زي بودكاست اللي هي ملفة الحاجات الملفات الصوتية بس ببكون اه تمام هنا في google travel اصب السفر السفر حاجات السفر والناس اللي عندهم فيه حاجة اسمها google art and culture الناس اللي بحبوا تعرفوا على ثقافات جديدة وحاجات جديدة دايما ممكن تستخدموا google أيها الملفات الصوتية تمام يلا شوف ال google document templates الموجودة templates يلا مرات كثيرة انا شخصيا واحدة من الناس اللي عندي مشكلة مع حاجات ال business دي مرات ما بعرف اكتب الصيغة شنو اللي بتكتب لو انا عايز اكتب business letter هنا عندهم شايفين business letters جاهزة انا ممكن استخدمها formula بتاعتها او ال format بعرفها من هنا resume الناس اللي عايزين نعملوا resumes أو CVs موجودة عندنا هنا ممكن نشتغلها فوالي مباشر ما علي الا امسح النقطوب واكتب حقي بس شايفين كمان عندهم كم template اختار منهم ال business letter شايفين ال informal letter دي كلها خيارات موجودة شايفين project proposal لو عايز اعمل proposal ل project دي كلها project proposal ممكن استخدمها ال meeting notes لو عندي اجتماع انا عملت اجتماع وعايز اكتب ال meeting notes بتاعتنا هذه ال meeting notes جاهزة ما علي الا امسح المقطوب واكتب ال items حقتي انا ال agenda بتاعت الاجتماع ال attendance موجودين هنا notes طبعا الاجتماع دي كلها خيارات ما قول التاريخ الزمن دي كلها حاجات موجودة عندنا هنا حتى ال brochures كلها حاجات بتنفعنا بشكل كبير جدا جدا ال brochures the newsletters في النادي حاجات الظلم يعني حتى بتعب فيها عشان صممة ما عاد فيها تعب هنا ما عاد فيها تعب هدي موجودة موجودة business process manual عايز اعمل manual لل process بتاعتي بتاعت البزنس بتاعي بعمل المانيوال هنا وسلم كله مانيوال في يده consulting agreement ال agreements وانا هعمل consulting ليجيها محددة ال agreement شكله شنو هدا هفتحه من هنا بتلقو فيه items جميلة جدا حتى مش بس شكلة template بتاعه حتى الكلام المكتوب جواو بتستفيدوا منه كثير جدا جدا يلا خلوني افتح لكم واحدة من الحاجات يشوفها مع بعض عشان نعرف ممكن نستفيد منها شنو مثلا reports حتى reports ساهل انو اكتبها من هنا book report 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 عادي class notes lesson plans شايف بنا طيب خلونا نفتح حاجة من الحاجات دي مثلا هافتح meeting notes مثلا فرضا تحت meeting notes يلا شوفوا شكله حيكون شنو بقدر استفيد منها من جواب اكتبها كيف مفروض تكتب مفروض تكتب مفروض تناقش الليلة مفروض شنو زيادة علينا والنيو بزنس بتاعنا لحناقش الليلة تمام عندنا نوتس عامة هناخده هنا action items يلا طلعنا منا action items next meeting agenda item اكتبه هنا عشان لما نجل الاجتماع البعده ننزله في الفات هنا في last meeting next طيبين دي حاجات جميلة جدا بالمناسبة رائعة content plan أيوة ممكن جدا كله موجود كله موجود شفته هنا كله ممكن تعمل دي كلها خيارات نحنا ممكن نستخدمها بالإضافة لإنه tools نفسها نحنا قلناه قبيل موجودة عندنا هنا يعني بتاع الترانسليشن والحاجات دي طيب خلوني عشان قبيل نحنا سألنا من الترانسليشن قلنا الترانسليشن حرفي ولا لا أول حاجة خلوني أوري يكون ميزة جميلة جدا عند الناس سألنا من الترانسليشن وانترانسليشن تابقل كفل تصوير تابقل 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 بس العنوان ده مش قرينا العنوان كلنا خلاص وعرفنا العنوان ده أو هنا لو جينا للأبسترق Digital 3D modeling and visualization technologies have been widely applied to support research in the humanities since كده 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 خلاص عرفنا يلا تعالوا شوف البحث لشنو الملف ده pdf أنا عايزة تكون بيرت ال pdf بتاعي ده تو ويرت بتاعي العادي اللي هي هنا مكافأة للGoogle document بس حاضغت كلمت open with الموجودة فوقدي وأقول ليه with google document open it with google document حيحول ليه طوالي من pdf ليه google document ليه ما غير التنسيق بتاع الملف ولا يغير أي حاجة دوه حيجيبه ليه كما هو يلا لاحظوا في ثواني هذا شايفينو في ثواني غير ليه الملف من pdf لوردوكومنت عادي لا أخطاء لا شربكة لا خربشة ولا أي حاجة شايفينو لا أسهل ما يكون digital 3d technologies for humanities research and education and overview طيب فرضا أنا كده حولته ممكن يتعدل علي عادي وعمل عليها هدا شايفين هذا مساحة overview دي مساحة عادي ممكن نعدل علي بعد كده خلاص الجماعة دي لشيلتها اسماؤن هذا الكلام دا يدخلنا في ستين ده يطلعنا سياحة نحنا بنعدل علي حاجة حتى الناس ما مشكلة بس نحنا بنجرب بيها خلاص كده جربنا طيب يلا شوفوا الملف جتاعدة أنا عايزة أعمله في أي لحظة طبعا عايزة أعمل هالسي قلنا مسلا دارنا أجرب الترانسليشن يلا شايفين الملف بتاعته طويل صح يلا عايزة أعمل ترانسليشن أجي أقيف وين في تولس هنا وأنزل بعدين الفوش سايدين برضو موجودة شايفين فينا ترانسليت دوكيومنت وأختار اللانجوش من هنا ترانسليت عربي وأقول ليه ترانسليت يلا لاحظوا في سواني فقط غير ليه الملف بتاعي الكام في دي اف ومن ويرد تحول ليه من اللغة الإنجليزية للغة العربية والعكس ممكن يحصل من عربي لإنجليزي مرة تانية تمام هذا كيفين التقنيات الرقمية الثلاثية الأبعاد لبحوث العلوم الإنسانية والتعليم ما في أي ذكاكة في الكلام ده ولا بعدلوا أكتر من كده صاح خلاصة تم تطبيق تقنيات النمذج الرقمية ثلاثية الأبعاد شايفين قلوني أكبرها شان تظهر ليه كون أكبر هذه شايفينها شايفين دي الترجمة ترجمة ليه الملف بتاعي كامل الملف بتاعي كامل تم الترجمة تم تطبيق تقنيات النمذج الرقمية ثلاثية الأبعاد والتصور عن طاقوة سعيد دعمها البحث في العلوم الإنسانية منذ الثمانينات يعني حتى الترجمة ما ركيكة ما ركيكة صاح؟ أقرب لأنها تكون ترجمة علمية صاح؟ معاي؟ طيب يلا في حاجة جميلة جدا برضو أورية لكم جوا حاجات جوجل لي برضو متقدمة عن حاجات مايكروسوفت في بعض الحاجات يلا فرضا هناك شفنا لو عايزة دخل صورة أو لو عايزة دخل مثلا الملف باللغة العربية أيوة حيانا اللغة العربية ملفاتها ما بتدعمها التقنيات الحاجات دي تقنيات الار تقريبا بتقنق بتقرب الحاجة زي كدا المهم تكتشف الكلمات شكل رسمة الكلمات ما قعد تعرف الحاجات العربية بمران بتجيب ثياء شوية كدا ما لخبتها لكن الانجليزي اللي بيكون غابط معاي طيب لاحظوا معاي هنا بي صفحتي دي تحت في علمت النجمة دي بطوفي اكسيبلور دي لما نجي ينبقى بتجي شايفيننا أول ما أقرب مننا بتطلع علي بره كدا اكسيبلور دي اللي هي I can explore the internet using basically أضغط عليها حيجيب ليه جوجل جوه هنا أنا عايزة عمل بحس عايزة عمل تقرير عايزة عمل ليه حاجة حيجيبها من النت ما علي إلا أضغط هنا وأكتب مثلا الحاجة اللي أنا عايزة فرضا أنا حابحث عن التكنولوجيا الزكاء مثلا حاكتب الزكاء الاصطناع جابه لي فوالي شايفينه الزكاء الاصطناع هدا جاب لي جوجل بحسي جوجل هدا جدا جوجل هدا جدا أنا ممكن أشيل الأولى دي مثلا فرضا أنا عايزة أشيل الأولى دي إن الزكاء الاصطناعي يتعلق بالقدر على تحليل البيانات ويقدم صورا عن مثلا لحد هنا شلت من الأول من أول الكلام هذه كلمة زكاء الاصطناعي دي عملت copy جبت ليه ملفين عملت ليها paste هاي فينا حتى في حاجة جميلة عنده ده جوجل بيقى موجود هنا جوه ثاني حاجة الحاجة اللي أنا شلتها I can cite it directly cite as footnote شايفين العلامة الدي موجودة فوق أنا تترب منها دي تحت هسي هنا ما عندي حاجة تحت شايفين آخر الورقة دي آخر الورقة دي ما في كلام مكتوب صح؟ محل المكتوب المقدمة دي يلا لاحظوا هنا لو جيد ضغطت لو جيد ضغطت العلامة دي cite as footnote عمل شنو؟ كتب هنا واحد شايفينو؟ كتب واحد هدي ونزل citation تحت هدا 627 february كده شايفين؟ ده citation إذن بأبسط ما يكون ممكن نعمل لي citation في حاجة ويعدل لي علي أي حاجة أنا حزا تمام؟ واحدة من الحاجات المهمة جداً اللي نحنا ممكن نستخدمها بالإضافة لحاجة جميلة جداً ناس اللي بديروا الأعمال أو بتعاملوا من الأعمال من عن البعد خلوني أنا أشيل كلام هنا وأرسل ليكم اللي اللي بيقدر يخش يخش آي خلوني أمسح كل الكلام الموجودة أنا مسحته مكتبت هنا الجلسة التدريبية يلا أنا عايزة أشير الملف بتاعي ذا نحنا فرضاً نشغالين كلنا project مع بعض لكن ما لازم نحنا كلنا نكون موجودين في مكان واحد أنا عايزة حالياً I will insert a table يلا أنا عايزة أكون لو ممكن حاعمل شير شايفين علامة الشير الموجودة فقدي I will share this document معاكم كلكم الأربعين نفر الموجودين حالياً وشايفين هنا مكتوب restricted هاعمل anyone with the link I will update the access role ما حخليكم viewer فقط ولا حخليكم commenter فقط حبقيكم كلكم editors بحيث إنو حعمل copy لل link and done هاجي هنا في الكات وحأرسل الليك التوثيق أيهاً يلا أنا رسلت لكم اللينك حالياً عايزة أي زول فيكن أنا مرسل كده عن مصطفى فقط قالوا ني أرسلتو everyone in the meeting كده رسلتا رسلتا لكم كلكم كلكم موجود عندكم لينك ظهرت لكم حالياً في الشات أضعوا اللينك الموجودة في الشات حتى القروحكم كلكم موجودين في ملفي ده المكتوف هو الجلسة التدريبية ده translated copy of A-P-P-E أنا هاخليه تجربة حاسمي تجربة كلكم حتل قروحكم في الملفة المكتوف فيه تجربة ده أنا عايزة أي زول فيكن خشة اكتب لي اسمه في مربع بس عشان أنا أعرف أقاعد معي جوا منه أنا كذبت اسمي هنا فيه زول خشة اكتب لي اسمه في مربع يلا الحدي الآن ما ظهر في الشات ما ظاهر معاكم أدهل لا لا ما ظاهر ما ظاهر أنا عام لأعرف ممكن الهوست مصطفى لو ممكن ترسلوا ممكن فيه ما ظهر اللينكات اللينكات طيب رسلتها قبيل ظاهرة أيوة كانت ظاهرة قبل طيب ما ظاهر لنك هنا إسترق ظاهر معا إسترق ظاهر معا لنك أيوة ظاهر طيب ممكن أن الظاهر معا هو يرسل تاني أنا رسلت تاني أيوة أيوة هي أصي ظاهر تمام أضغطوا اللينك يلا أيوة أكرم عبدالهادي دخل شعبين أنا كتبت اسمي أكرم كتب اسمه أيوة فيكون يخش أكتب اسمه بس في أي مربع رؤى تمام رؤى ياسر كتبت اسمه يلا تاني زول كتب اسمه يلا شايفين الميزة دي بتبقى شنو لو نحنا شغالين في report ممكن نشتغلوا مع بعض online virtually أيوة فينا قاعد في بيته اكتبت جزئية بتاعته لكن طبعا دي حاجة أنا بشاركة مع النوب مع الأشخاص الموثوقين بنسبة لنحن شغالين report مع بعض شغالين project proposal مع بعض شغالين بنعمل في أي حاجة مع بعض المهم نحنا بنشتغل سوى في حاجة واحدة بنشتغلها بالطريقة دي تمام شايفين أسي كم نفر كتبوا رؤى جيلاني تيسير علي عمر عثمان أيوة شايفين حاجة جميلة ممتعة التعامل معها رائع رائع جدا جدا حتى بسهل علينا حاجات كبيرة يعني حتى مصطفى أيوة ما أصبح إنه إلزامي على كل شخص كلمتهم مستقبل الأعمال تغير مستقبل الأعمال تغير ما في حاجة يسمعه إنه أنا يكون عندي شاركتي لازم موجود في مكتبي أنا بقدر أدير عملي من أي مكان في العالم وكأنه أنا موجود جدامهم بسي نحنا كلنا هنا موجودين مع بعض فرضا أنا عايز أعلق على أكرم لأكرم هنا مثلا على الحتة له كاتف حظل الاسم هنا تمام وحاجي لهنا I will insert comment شايفين insert comment وحعمل comment لأكرم هنا مثلا أقول له رجاء عدل مثلا للاسم الثلاث فرضا فرضا فعملت yes comment طوال التعليق نزل عندي هنا وظهر عندكم كلكم باتحين معي الصفحة دي كلكم وظهر عندكم التعليق بتاع هذا بي جنبا ما لم طبعا أنا أخصص لأكرم أنا هسي أكرم ما عندي إيميله بس أخصص بالإيميل ممكن أو أخصص للكل بس حاليا دي كده ظهر عند الكل لكن الكلام موجه وين مظلل هنا في محل أكرم دا المظلل الباقي ما مظلل حتى عندكم انتو ظاهر إنو محلة أكرم مظللة الباقي ما مظلل محلة أكرم دي مظللة ليه لأنه هنا أنا كتبت ليه تعليق لو تعليق بتاع انتهى خلاص أكرم خلاص انتهى منه ما علي إلا أعمال علامة الصح دي خلاص ضن ضن انتهينا منا تمام بس هنا في تعليق تاني شايفين التعليقات كلها بتظهر ليه هنا سحر كادبة سحر محمد تعليق كادبة سايفين لا تعليق سايفين التعليقات عندي بتظهر ليه كلها حتى اللي بقالت قبل جدا بتظهر ليه هنا تمام أيوة في زول شايفين وضع صورة حتى الصورة شايفين الأوضيفة دي نحن ممكن نتحكم فيها بقدرة الحكتة الموجودة فيها لن تنطفئ بسهولة ما دون تتجاهد تحاول تريد وتضيء في كل مره سلام صورة جميلة سايفين في كلها خيارات بتجعل التعامل مع التقنية ده ساهل وبسيط كمان عندهم الفويس الفويس تايبين موجود ما عليلي أمشي لأتول هنا وأنزل تحت لحد ما أصل الفويس تايبين واختار اللغة هنا كمان عندنا كل اللغات موجودة عايزة تتايب with which language وحتى اللانجوج ب لكناتة مش فقط اللانجوج نفسها بلكناتة شايفين عاربية اسرائيل inserale العربية بتاعت الأردن عربية بتاعت الإمارات عربية بتاعت البحرين الجزائر السعودية نن新聞 ما علي grassroots فقط العربية ساهة عرب الله الرسول ونجي نكتب نضغط هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدأ الكتابة كما أتحدث تماما بدون أي خطأ أو تأخير حاجة قمة السهولة والبساطة ولذيذة وبسيطة تخلي التعامل مع التقنية جدا ساهل يعني ساهل ما حاجة تأخذ مني زمن ولا حاجة بتأخرني ولا حاجة دارة مني مهارة عالية دارين مهارة العادية البسيطة بس أنا عارف بجيب الحاجة من وين بس بجيب من وين الباقي عليك بكيبه برا هذا كتابة حيكتبه برا أنسيقه بس بعد كده كل التنسيق قد تظاهر عني بقدر أنسيق بقدر ربع كلامي من هنا بقدر غير شكل التكست بتاعي title, subtitle, headings بقدر أغير نوع الخط times, neuroman, calibrary, areal شايفيه مثلاً أخترت هذا شايفينه خط مختلف اخترت هذا خط مختلف وهكذا أغير حجم الخط هذا أكبره أسغره أوسطه أجيبه في النص نص أجيبه بالطرف أجيبه من الشمال اليمين من اليمين للشمال وهكذا دي كل أحيارات أغير لونه هذه الألوان تلك دي كلها أبسط ما يكون يعني أنا مليت البرنامج البرنامج تتب وبعد ذلك ما علي إلا أنه أنا أنا السق الخط بتاعي حاجة قمة في السهولة تمام بسيطة جداً وسهلة جداً جداً وتعامل معها بسيط وسهل ده باختصار طريقة استخدام الدوكومنت طيب تعالوا وريكم حاجة دعني خلاص الدوكومنت كده عرفنا كيف أحول الPDF لـ Word أو Document عادي بـ Google Document كيف أترجم بـ Google Document كيف أكتب بـ Document بالـ Voice كيف أنسق الخط الموجود هو وو كل أخيار كيف تنسيرت أي حاجة موجودة بحث من النت بحث حتى الصور I can insert الصور بنفس الطريقة مثلاً كتبنا مثلاً هنا ده بدي خيارات من الويب زي ما قلنا قلنا ممكن نشيلة من هنا copy ونعمل citation طوالة أو ممكن نختار images هدي اخترت الصور برضو الصور بجيب صايت هدي شاكلنا ننزل الصورة وحتى الصورة صغيرة لأي طوالة خطاء لأي قدر المحل حجتي صايت 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 بس أضغط عليها لكن أضغط عليها تظهر دي باختصار استخدامات الGoogle document خلاص اكتلمنا عن أهم الحاجات في الGoogle document خط ما يكون الدايرة ما بيكتب ليك معناه في علامة كده زي القلم قلم الناس اللي لا ينزلوا التطبيق صح إلا نزل التطبيق Google document تعالوا نشوف حاجة ثاني خلاص هنا من B هنا من التجربة هنا من التجربة عملنا translate document ده ما عايز إنه برضو يلا خلونا نشوف حاجة ثاني لو أنا عايز أستخدم مثلا بمناسبة الخيار بتاع Explore ده موجود في كل حاجة Google Explore ده كل applications اللي عندها علاقة بالكتابة بالكتابة موجود فيها الخيار ده طيب خلونا نشوف حاجة ثانية لو أنا هاي ما ممكن تكتب إكترام إلا تنزلي Google document لو لو انتشغال بالموبايل إلا تنزلي Google document طيب خلونا نشوف حاجة ثانية نمشي drive حقنا طيب لو أنا عايزة الغوجي sheets اللي هي أشبه بال Excel لو تعالوا نشوف الموجودة عندنا هنا في sheets اللي هي شنا التمبلت طيب لو عايزين attendance حنعمل attendance عندنا موظفين في الشركة حنعمل لها attendance موجود ما علي إلا عمليه شكل أنسق شكله بشكل أنا عايزه بتواريخي يعني أنا عايزه بس لكن مجاهز أكتي بس ما أنا سيل أنا عايزهم عايز دا لو عايز عمل attendance عادي وال attendance دا ممكن أشاركم مع الناس الزول جاي يترسون يوقع الزول جاي يوقع مثلا أو أعمل أنا شايفين هنا عملي enter P for present L for late E for execute absence and U for unexecuted absence شايفين هنا مثلا جيد هنا بكتب الستونت name أو الشخص اسم الزول مثلا مثلا كتبنا إكرام إكرام الليلة Monday أربعة تي ساعة دا مثلا هنا كتبتها present موجودة هنا كتبتها برضو present أربعة يلا لاحظوا ما يحصل معايش فين هنا طوال يجيبوا لي يلا هنا بيبدأ يحسب لي والي لما أنا أكتب هنا هو مفعل عادي لأنه موجودة فيه مصمم على أنه موجودة فيه الخيار الكتابة كم مرة غابت هنا كم مرة كان ثلاث واحدة خلو نعمل لها واحدة تانية مثلا executed E أدي وعملنا تاني واحدة E مثلا عملنا تاني واحدة unexecused يلا خلونا نجرب هنا طوالي بيحسب لي طوالي الفور من الجاهزة late كانت مرة واحدة executed كانت مرتين unexecused absence كانت مرة واحدة وهكذا المح يحسب لي طبعا present كم مرة يحسب لي بس المشكلة دي طاح late والexecuse والنexecuse دي شايف النوم بيبدا يحسب لي طوال الفور ملا جاهزة مع الماء بس ببدا حسن طوالي دي واحدة من الخيارات الانو ممكن استخدم في الgoogle sheets templates غير التمبلت بتاع الattendance عندنا الto do list عندنا الannual budget شوف دي حاجات مهمة جدا لاناس الأعمال الannual budget اللي الخطة السنوية صح الميزانية السنوية الannual budget شايفين حتى المنثلي budget عنده الannual والmonth ممكن استخدم طوال الannual calendar calendar متاع جاهز ذات ما في حاجة ما مشي بعد اشتري calendars ما علي إلا نزل calendar كامل من هنا وأستخدم أو أضع في جوجل finance investment tracker هنا ما علي دخل ال data بتعطي ال graphics جاهزة بس بيشتقي لي عليها طوالي travel planner wedding planner team rosters شايفين يقول لأ خيارات weekly time invoice لو عايز اطلع invoice فاتورة هذه الفواتير حتى جاهز شكلها expense report في company name هنا employee shift schedule ودي كل أخيارات analytics dashboard لو أنا عايز عمل dashboard بتعنا حاجات كثيرة بكل موجود عندنا هنا حاجات جميلة جدا جدا وبتسهل علينا العمل بطريقة جميلة جدا جدا حتى assignment tracker لو أنا عندي عمل محدد قديت للناس يشتغلوا و I need to track them I need to track their progress during الفترة بتاعتهم الشغالين في عايز اشتغل اشنو و ما اشتغل اشنو شايفين هنا مثلا حسب subject أو مثلا أنا عايز حسب الطاس ممكن حديد حسب الطاس هنا اشتغلوا 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 بعدين هو طوال اللي بيحسب لي شايفين بعمل لي بالأحمر كده due date وال start date عندي what time بتاعي الزمن دي حاجات جميلة احنا ما مستفيدين منا وممكن نكون ايوه زي قايمة المهام تمام ذي الكابلان والحاجات دي ايوه فدي مميزات جميلة جدا جدا موجودة عندنا وليس في اكتر منها تنزل وتح تلقو 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 حاجات اكتر واكتر كل زول حسب عمله في حاجة الاسم add-ons دي دي اللي هي اضافات دي اسم الاضافات الاضافات دي تديني حاجات يعني اكتر من الحاجات الموجودة اصلا في الgoogle sheets مثلا اللي هو الgoogle sheets شبيه بالexcel نفس فكرة الexcel لكن مختلفة شوية كل اخيارات متاحة تمام وطبعا كل اللي بنتلم عنه ده ده موجود مربوط بالgoogle account بتاعنا المجاني ده في المجاني حاليا انا شغالة بالمجاني لو دخلنا على المدفوع حتلقوا فيهم امكانيات اعلى من كده كثير جدا وكبيرة جدا وكثيرة جدا ممكن تستخدموها وتكون يعني حتى اوع كثير من كده واكتر من كده تمام طيب خلونا نشوف حاجة تانية بعد ما شوف نا الحاجات دي غرف عليها في حاجة مهمة جدا انا انتمنى انه كلنا نستخدمها اللي هي google sites شايفين google sites دي اللي هي مواقع google دايما انا لو عندي شركة لو عندي اي عمل لازم يكون عندي موقع الالكتروني خاص بالشركة ما عاد تصميم الموقع الالكتروني مشكلة google صممت ادى لتصميم المواقع الالكترونية انا ما محتاج خلونا تفيد template gallery ما محتاج بجيت لكو سكيلز عشان اعمل الموقع الالكتروني بتاعي موقع الالكتروني عندي ادى جاهزة انا بس ما علي الا اعمل حاجاتي اعمل title بتاع site هدا فوم هنا untitled site مثلا هاسميه company بتاع اي حاجة company x سميت مثلا او x company كتبه هدي نزل اللي يتيح الطوالي page title بتاعتي الاول حنسميها مثلا هوم or about حتى الشكل template gallery شايفين template gallery بتاعتي فيها الاشكال الموجودة عندي دي كلها gallery ممكن اختار من الاشكال الموجودة دي لو الاشكال دي كلها ما عجبت ني ما في مشكلة ده الان بدايت اشتغل فيه ده عادي من ابسط بيكون اغير شايفين هنا في themes فوق هنا كل الشغل في gallery في الموقع بتاعي بجي هدي موجود عندي هنا ده محل مكتوب عندي ثلاثة اشارات فوق ثلاثة تابات عندي insert عندي pages وعند themes حاليا دي صفحة الكترونية وليس موقع الكتروني كل ما زادت على pages بتاعتي كل ما اصبح موقع الكتروني وليس page صفحة الكترونية حاليا دي page لانا ما بعمل page لشركة بتاعتي عمل موقع الكتروني مكامل الانسير دي I can insert text box I can insert images I can insert something from my drive I can insert picture with text three pictures with no text three pictures with text وهكذا في كل خيارات بتاع قوالب content blocks ممكن اختار table of content ممكن اختار عمل button divider spacer social links لو عندي صفحة Facebook صفحة Twitter صفحة كده خطها كل لو عندي YouTube ادخل مين جوا عندي calendar ادخل جوا عندي map documents slides sheets كل اي حاجة اممكن ادخيل هنا اول حاجة اغير theme هنا فوق في حاجة اسمها insert pages and themes insert pages and themes خلونا اضغط themes بي themات مختلفة حاليا ده theme الموجود عندي simple لا انا ما عايز simple simple عايزة مثلا artist شايفين كده غير معاي طوال جاب ليش كداني عايزة diplomat ده مقطو فيو diplomat ده عايزة غير معاي جاب ليش diplomat ده ما عايزة وعايزة level ده غير طوالجة بليش كدان عايزة ال impression ده غير طوالجة بليش كدان وهكذا وممكن اغير حتى الالوان عملت بالاصفر عملت بالاخضر عملت بالرمادي ممكن اختار الوان اخرى وهكذا بكل اخيار طيب فرضا الشكل بتاعي ده ايو جميل theme لكن الخلفية حتى الصورة دي ما عجباني اجي هنا change image واختار select او upload upload لو انا عندي صورة جاهزة حرفعة تمام لو ما عندي صورة جاهزة حرفعة هاختار من الجلري حقته الموجودة شايفين دي كلها جلري بتاعته موجودة اختار الحاجة حسب الحاجة الان اعزا اصلا ترتدي اخيين طوالفة على لي هنا تغير لي بالخلفية وهكذا تغير الشكل عايزة اضيف كلام بتاعي هنا اول حاجة بعمل footer صفحة بتاعتي بكتب فيها النوام بتاع company بتاعي مثلا ولا مثلا الايميل شايفين انا حاليا بكتب في الايميل كتبت الايميل اكتب التلفون مثلا كيفين كتبت التلفون وسائل التواصل كذا وسائل التواصل معي تمام مع company بتاعتي بخدت a footnote ليه لانا هتظهر لك في كل الصفحات زي ال footnote بتاع تلوير وعادي بقدر اغير الحجم بتاعها اغير وضعها وهكذا لنرفع فوق شوي يجي في سطر واحد طيب زي ال footnote يلا خلونا نشوف الصفحة بتاعتنا هس بسماء اضيفت فيها امشي لانسير وابضع اضيف في الصفحة بتاعتي vision mission and objectives يس كأنك بتصمين poster او logo في canvas صح فعلا تمام وبعدا انتقه انه اللوغو بتاعكم يكون جاهز عشان نرفع هنا للكمباني طوالي ارفع اللوغو بتاعي هنا واجي هنا اضيف يلا بعد كده text box واتكتب mission بتاعتي اول حاجة vision طبعا vision ما عرف عشنو يلا كتبنا vision بتاعتنا هذي حتى بقدر اغير الخط زي ما وريتكم واي حاجة هنا بقدر اغير الخط بتاعه عشان اخليو مختلف واجيب دي الموس والفيجن بتاعتي تأجي هنا تحي كتبت اغير ما بعدها تاني text box واتديه mission انا كتبت الفيجن فاح mission واتديها برضو الخط والحاجات والتغيير وكتاب الموس وهكذا اجي بعدها يلا الحاجات دي حتى ممكن انا اعمل لها شكل اخر اعمل لها لوحة الالوان ده خليها مثلا دي اغمض على تركيز اكتر اجي بعدها هنا اخد صورة عند علاقة بالموضوع images select صورة و select حتى للصورة اختار ممكن photos من google من google اختار صورة عند علاقة اخدرت العمال company مثلا اكتب مثلا انفرضنا المكتوف company culture مثلا شايفين الصورة ظهرت ليا هنا هدي كده بدت تظهر الشكل الموقع بتاعي وشكل الصفحة الرئيسية بتاعتي حتى بقدر احرك يمين شمال شايفين كده الصفحة الرئيسية بتاعتي هذه about vision والmission مكتوف company culture دي ممكن اكتب الاهداف بتاعتي يلا اجي اضيف صفحة ثانية امشي pages واجي للpages هنا واضيف صفحة جديدة سميت مثلا نقول نقول مثلا ما عارف مثلا نقول services done شايفين نزلت عندي صفحة جديدة اسمها services اخص services الصفحة بشكل ثاني اختار لامنة صفحة home تبقى شوية مختلفة صح يلا services مثلا انا صفحة بشكلها نقول شوفوا دي التمبلت بتاعتو بتاعتو انا ماخترت حاجة حاجة من عندي شايفين صفحاتي بيقى شكلها هشنو دي services ودي home دي home هدي دي services يلا ببدا اضيف services بتاعتينا حتى لو services الانا مقدمانها صوت قطع عندكم الباقين فعلا الصوت قطع عندكم الصوت واضح يا دكتورة تمام تمام طيب اذا يلا لاحظوا معاي حاليا اضيف حتى services انا ممكن اضيف يا اي حاجة امشي لانسير هنا ممكن اي كان انسير صورة هنا مسلا السير بس حق كانت موجودة اوين اي كان اي موجودة او محددة مسلا انا ارفع حاجة من كومبيوتري مسلا نفرض services حق مسلا كانت training سبوز ان كانت training حاجة عند علاقة بالترين او اعلان مثلا زيدا رفعت تدريب او اعلان مسلا كتبت تدريب في كده كده training program on كده 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 هنا وممكن اضغطه ممكن اشيله لو ما عايز اكتب بس هنا الاساسي وهكذا اضيف البعدة والبعدة والسيرفيس البعدة البعدة وهكذا الحد ما يبقى عندي موقع متكامل ومن pages بقدر اضيف pages ثاني وثالث ورابع بعدين ثاني في حاجة مهمة كل page موجود عندي هنا اي كان اذا subpage حقتي ما بيجز رئيسية هس ينا بيجز رئيسية تظهر هنا لكن ممكن كل بيج يكون فيها تحت subpage يعني زي الميشن والفجن دي ممكن اعمل subpage ما اعمل الpage الرئيسي لكن يبقى يعني في about اخد بس عن الشركة الشركة تم انشاء اثرت كده مسجلة بالرقم كده 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 في المكان الفلاني وعندنا فروع في كده وكده وكده اجي ال subpage حق ال home اخد subpage اسمه mission subpage اسمه vision subpage فيها مثلا ال objectives وال goals بتاعتي بتاعة الشركة تمام واخلاق الشركة بتاعتي ممكن اخدتها وهكذا دي كل اخيارات ممكن اعمل وهكذا اضيف pages قدر 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 الان عايز اضيف pages فالاضافة لانه في حاجة كثيرة فرضا مثلا خلوني مثلا نشيل خير مثلا حاجة هنا في سؤال مهارة التنسيق والتصميع الداعف ممكن جدا اي وقت طيب خلونا نشوف مثلا لو انا عايز اضيف حاجة في الموقع بتاعي اضيف حاجة بيلين يلا مثلا هنا مثلا انا عايز اشير اعمل تشير هنا من او صفحتي في facebook او صفحتي في twitter بوريكم ممكن اضيف كيف ده لكن هنا ايو هذا ما حاج ده خلونا نجيل اي ده وقادي اعمل share زي ما عملنا قبل شوية واغير واغير اخذ اخذ with the link واخلي viewer طبعا في الموقع الالكتروني اصلا وين كده viewer ما قدر يعدل على copy link done اجل google site بتاعي اللي انا صممته وعايز اضيف الحاجة اللي انا عملت ده as button يعني شنو يعني تنزلي كأنها زر بس الناس يضيفو اضيفو او اضغطوا عليك يلا باضغط على button دي واخدت ال name اقول مثلا التعرف على الشركة please view file مثلا التعرف على profile الشركة على profile الكامل يرجى الضغط او اكتب profile الشركة بس او اضغط هنا او اكتب ال profile الكامل بس كلمة بس ال profile الكامل بس كتبتا كده دفاعية واخد اللينك بتاعي paste هنا the paste واعمل insert يلا شو بحصل شنو مش خطا هدا خطيت هنا اي زون خشة صفحة دي لو ضغط علي دا بودي هو ال link ده بودي طوال لانا خطيت طوال طيب يلا لاحظوا معاي حاجة ثانية حاجة ثانية لو عايز اضيف social links حاجة يلا انا هاضيف page جديدة هنا وحاسميها social social مثلا بس social links يلا socially شايف انا هاعمل change image الموجودة في الاعلى اغيرها بشكل تاني التمنى الجالري اي حاجة يلا هدي نزلت يلا هنا انا ضار اضيف social links بتاعتي twitter facebook وغيره ما عليه الا طبعا اكون فاتحة twitter twitter بتاعي مثلا فرضا اضلوني انا افتح twitter هنا بس افتح معي الطوالي حيريحني ايض حامشي الprofile بتاعي twitter حامشي الprofile بتاعي شايفين اشيل اللينك مثلا هاجي هنا في الصفحة بتاعتي همشي لل social links هنا اضغط اول حاجة الصورة دي شوفوا الحاجاتك بتطلع شكلها جميل لانه مخطوط فيها جنبها العلامات هنا upload لا لا ما عايزة upload عشان فتشة من عندهم select وقفتشة من جوجل اقول لي وديني twitter icon twitter icon twitter logo هدي جلا جاب لي twitter logo هادغط على اي logo من اللوغويات دي وقول لي انسير شايفين بيفعل الي وين هنا ما علي لا اخدت اللينك بتاعي لانه جبتو دا واعمل انسير شوفوا اللي حيحصل شنو شوفوا التويتر دي التويتر المخطوطة دي اللي بيضغط عليها بيقولوا طوال الصفحتي هناك في تويتر لانه اجبت اللينك حقا اعمل نفس الحركة في الفيسبوك امشي الفيسبوك اخش الفيسبوك اضغط اللينك بتاعتي بتاع الصفحة بتاعتي اشيلة اجي هنا اضغط social links اضغط العلامة دي اعمل select واختار من جوجل فيسبوك اكتب هنا انا مخترت جوجل جوجل images واكتب فيسبوك لوجو هدي وظهرت معي اللوجوز بتاعتي الفيسبوك دا لو عندي صفحتي بتاعت شركتي في النت اضغط عليه اقول insert دخلوا لي ما علي الا اخدت اللينك بتاعي هنا افعلوا اقول insert اوالي فعلوا لي هنا خطيتم تمام دا التويتر دا الفيسبوك linkedin ممكن اخدوا تحت وهكذا بيقا دي صفحة بيها التواصل معي عبر وسائل التواصل اجتماعي كلها الموقع بتاعي كله بيقا منتهي تمام ظاهر ايوة بنفس الكبيحة المصر حركة في الايوة ممكن اللي هي دي اسمها الهايبرلنكس الهايبرلنكس في السي بي ولا في غيره ما علي الا اخش السي بي بتاعي واعمل add as hyperlink اللي هي insert hyperlink لكن بس بشرط تكون ازي ما عملنا افسي شايلة اللينك في الكيرسل عملت ليه كوبي ايوة ارتباط تشعبه تماما ارتباط تشعبه بس اكون شيلته وادي بس ما علي اللي اعمل ليه copy paste copy paste بس اخدت اللوغو طبعا هناك في الويرد اللوغو ما هيجيني هنا زي زي ما قاعد يجيني هنا ساهل لكن برضو ممكن اشتغلوا بماتروسوفت اوفيس 365 افتح الويرد ولا افتح google document ولما ايجي اعمل search اعمل من google images واخدت اللوغو وارتباط تشعبه insert من insert hyperlink insert hyperlink او ادراج ارتباط تشعبه واكون شايلة اللينك واخدته بس اضغط هنا مثلا لزيارة تويتر موقيه على تويتر اضغط هنا لزيارة فيسبوك وافعلها على انها ارتباط تشعبه خلاص لبقى الصورة دي نجلتني يلا شوفوا شكل الموقع بتاعنا بيجا شكل بعدين تاني حاجة ممكن اضيف موقعي نفسه انا موجودين يلا شوفوا هنا في حاجة اسمها map هذه بغطى عليها وعايزة اكتب موقع شاركتي هنا موقع شاركتي مثلا نفرد شاركتي او انا مثلا شغالة في مركز مثلا نفرد كتبت خرطون university university شايفين بتبدو تظهر معاي تحت off ظهرت معاي الخيارات البحث شايفين فرطوم هادي هذه ظهرت معاي faculty of ما عرفة ليشنو المهم فتبتا فارماسي جاب لي هادي شايفينها مجمعة طب بسلك نزل لي خريطة بموقعي المتكامل موجود هنا ده موقع الشركة بتاعتنا موجود في مقاما فلاني جايني يقدر يضغط هنا وتلفونه يجيني عاديه بالبوغل ماب يجيبوا لي عاديه لحنا امشي يمين امشي شمال امشي اسار امشي لحد ما يجيبوا لي ما ينشي السر تمام طيب ازان دي باختصار انو انا ممكن استخدم المواقع جوجل باقتل طريقة بس يبقى شنو الموقع ده سينا عملته لكن الموقع ده not published الموقع اللي انا بعمل فيه اسي ده not published it will not be published and seen الباقين ما ممكن يشوفوه اللي يعرفو اللي عمله publish من هنا بعمل publish دي اول حاجة بيطلبه مني الweb address مليك شنو يلا شوفو دي حاجة مهمة جدا جدا دائما يفضل انو الشركات يعني حتى لو كانت الشركة بتاعتكم ناشئة انت بوقوا ممكن اول افضل انو يكون عندي custom domain custom domain شنو يعني يعني شايفيه هنا مكتوب www.yourdomain.com الان انا ظللتا دي يعني مسلا اني يكون مكتوب مسلا نفرض ال company بتاعتي كان اسمها smart company مسلا حيبقى www.smartcompany.com لكن الكلمة حاجة smartcompany.com دي اللي انا اشتريه اول من جوجل بعدين اقدر اعمل custom domain لكن غير كده ما بقدر عمل custom domain حاليا هنا انا بس باقترح انو ممكن انا حاجتي اسمها company x يعمل الي company x يلا شوفو بيبدأ يفتش لو ممكن بيقول الي الليلة الاسم ده already taken منش على ال x ده طيب xy قللي ممكن شايفين صحة هلي يلا قللي السايت بتاعي حيكون كده https sites.google.com slash u company x y بقي اسم كده انا اقترحت بس الاسم وهو فتشوا لي لقى انو الاسم ده ما في شركة قبل ما اخداو ما في زول قبل ما اخدوا لي موقع الكتروني فاعله وقاللي نعم ممكن بعد كده خلاص ما علي الا publish السايت بتاعي ويبقى ده اشيله هنا copy ده بقى السايت بتاعي لكن طبعا لو كان السايت بتاعي ساهل هنا كده زي انا اشتريته ويبقى www.companyx.com لو كان متاح طبعا او companyxy.com مباشر مش كده بلاي فيه http sites.google.com slash view كده يبقى طويل لكن كده لما يكون طوالي www.companyxy.com طوالي كان حيبا وعمل publish ان حاليان I will not publish it لكن I can publish السايت بتاعي واي لحظة جيت عدلت فيها طبعا دايما انتبهوا لانه دايما السايت بتاعكم لازم تكون دايما تحت تحت الupdate دايما نحصل لها update تعالوا نعمل view نشوف شكله يشنو يلا هسي انا حامل كده preview ده preview للسايت بتاعي الزول الجاي داخلي بلقى السايت بتاعي شكله كده مكتوف companyx دي الصفحة بتاعك السوشيل التويتر دي اول ما يجي جنبه شاركينا اتفعلت على شكلية بتنقول لي twitter الفيسبوك الموقع الالكتروني شكله كده دامنا view بتاع بتاع شنو شايفين كده باللارج سكريم لو في كومبيوتر هنا دي الصفحة بتاعك السيربيسيز ظهرة كده دي الصفحة بتاعهم ظهرة كده دي الصفحة بتاعهم نجن vision وده البروفايل الكامل للشركة برضو هذا اللي حيضغط عليه حينقله شايفين الفوتر ظاهر في كل الصفحات بتاعاتنا دابل view بتاع شنو بتاع الوايد سكريميز لو داهنا شوف الموقع بتاعي بالتابلت قال ليه بالتابلت هذه 해야ar شكله كده طيب لو داهنا شوفه في الموبايل شكله هشنو قال ليه بالموبايلات بيظهر كده ده بالموبايلات بيظهر شكله كده لكن هضغط العلامة دي هتهت تظهر ليه الصفحات دا الهم دي الهم ترجمة نانسي قنقر 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 لو أنا عايزة أستخدم يلا عايزة أعمل شوفنا من الحتة دي طبعا قلنا اللي هي جوجل أبس جوجل أبس جوجل أبليكيشنز ترجمة نانسي قنقر 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 يلا مثلا أنا عندي واحد مارش دا مثلا أو 28 فبريوري عايزة أكتب حاجة عندي عندي في جدولي يوم 28 فبريوري عايزة أبدأ أردت الجدولي شوفوا مثلا لو ضغطة أول حاجة I can create شايفين دي كلها كالندر شكرا ما عليش حصلت عندي قطعة كذا ما عليش رجعت لكم كذا الصوت واضح كذا الصوت واضح الصوت واضح أيوة تمام أيوة تمام يلا أنسي كدام نحنا عندنا الكالندر بالسنة أنا عايزة أعمله بالمونت عشان أبدأ أشتغل عليها بالمونت يلا أنا عايزة ممكن I can create a new calendar من هنا event ولا task أو I can create calendar كامل سأجدي كل كالندرات أنا منظمة في أعمالي منظمة في أعمالي فاتت كل كالندرات بكل كالندر ممكن في أي لحظة طبعا أشيل الكالندر الأنا ما عايزة وأشيل ريموفين شايفين family Google certified أساسيات تحليل إحصائي Google كدا وكل واحد أنا ممكن reminders interactive presentation شايفين remove calendar I can remove الكالندر في أي لحظة شايفين ممكن I can create new calendar مثلا عندي مشروع بعمل لي calendar خاص طوال وأبدأ أشتغل بالكالندر هنا الكلندر هنا I can create new calendar add calendar من هنا طيب عالت الكالندر بس بكتب اسمه خلاص أنشأ لي هذا الكالندر ببدأ أشتغل فيه شغلي أجلي هنا يوم 28 يوم فرضا عندي Annual Meeting في اليوم لعندي Annual Meeting Annual Meeting Annual Meeting اللي هو Event فاح يالله يوم شينو يوم شينو يوم سوزدي فبريواري 28 ده يالله يالله I need this event to be repeated yearly annual وام صاح بيت متين daily weekly monthly annually وام فبريواري 28 نعم كل سنة الانيوال اجتماع الانيوال بتاع meeting هيكون يوم فبريواري 28 أو هكذا ممكن أغيره أعمل يوم تاني طيب add guests I can add guests هنا اضيف الضيوف اللي أنا عايز اضيفه مثلا اخترته ده اخترته تاني guest حسابات بس حق دتي تمام؟ اضيفت هذي الأشخاص اضيفتهم كم نفرق تمام؟ اجي هنا الguest permission الguests اللي أنا اضيفتهم هذي الpermission بتاعاته مشينو؟ انا دي ما انا ذاتي الوحدة فيونا انا ذاتي طبعا الثاني guests they can modify event they can invite others they can see guest list انا بديهم واحد منهم او كلهم زي ما احب طبعا لو اخترتها modify event معناه بتدري من الباقين كلهم ده زول انا ممكن يكون مديري مثلا انا انشأت لكن المدير او حتى السكرتير انا انشأت ال event لكن السكرتير حسب الحاجة he can modify this event تمام؟ حاضره الأكسل حاضره الأكسل حاضره بس انتبهوا لي دل انه مفيد جدا طيب تاني حاجة I can add الgoogle meet video conferencing لو فرضنا انه انا ما الmeeting كده عيدا ما هيكون face to face ممكن يكون virtually بس ما علي لأضغط الكلمة دي and he will add شايفين الgoogle meet طوالي الدل المجاني فيو اللي هو قل لي you can invite up to 100 guests ممكن اضيف لحد مية نفر والاتماع بتاعهم بيستمر لحد 24 ساعة مفتوح بالgoogle meet المجاني I can add location يعني اذا احنا موجودين حيين للسنة الجاي الوقت ده عدوني في location ده اذا ما توفر location ده google meet الموجود ده يلا هنا اضيف location تعالوا نضيف location مثلا نفرد نقول فاركوم international airport يلا هنتلاقى في المبارق خطى عليها ده تمام تاني هنا I can add a description or attachment يلا فرضا attachment ده اضيف الاجندة بتاعت الاجتماع بتاعتي طوالي بضيفة من هنا I can load it من الكمبيوتر بتاعي browse تايفين وأضيف مثلا دي أوكي بضعي اضيفة أضافة أضاف الاجندة بتاعتها دي وكتبت هنا مثلا اسم الاجتماع بتاعي ده الاجتماع السنوي مرحبا بكم في الاجتماع السنوي الخاص بشركة كده 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 ولا احتفظوا بالدعوة دي لحد ما نتلاقى المرة دي هنتلاقى مثلا يوم كده وحنتلاقى يوم 28 فبراير من كل سنة وحيتم تذكيركم ان شاء الله دايرك انتو عارفين التذكير بمشي كيف ما لازم اذكرهم انا ما بذكرهم انا ولا انا ذاتي ممكن انسى صح بذكرني نفسه الجوجل كالندر بذكرني وبذكر كل المدعوين الموجودين عندي براس كله مشعار لما انا المواعيد تقرب وحتى اليوم نفسه انا بحدد لي ذكرني متين يلا شايفين هنا هنا لسه مور اوبشنز نشوف لسه الباقي يلا هنا شايفين وحافظة قال لي في الكلندر اسم التعليم الالكتروني انا ممكن اخطها طبعا في الكلندر لكن انا حاليا شغالة في ده يلا هنا شايفين اضفت ال default visibility بتاعتي public اي زور في ال public تشوفه ما انا عازم ناس كتار صح بكل اخيارات يلا ده الميتن بتاعنا ايوان notification هدي Add notification يلا يرسل لنا ال notification ميكاة اذكرنا ميكاة ايجينك ال notification ولا كأيميل انا ممكن اختار ايجيني كأيميل او كأيميل في الموبايل تمام؟ اي اي خيار نختاره هنا ده هدي واحد اتنين تلاتة كم مرة كم يوم قبلي كم يوم قبلي تلاتة يوم قبلي تلاتة اسابيع قبلي شنو قبلي الساعة قبلي ساعة قبلي فور قات تسعة ام يلا دي دي كل اخياناتنا بختارة هنا اخترت له ايذكرني قبلي تلاتة اسابيع او تلاتة يوم نخليها ايذكرني قبلي تلاتة يوم عشان انا اكون جاهزة قبلي الساعة تسعة ام ينبهني يجي بلي notification في الموبايل لما نجي اعمل سيب للإيذنت بتاعدة طوالي قللي Would you like to send invitation emails to Google Calendar guests انت خدت guests مدروين هل انت عايز ترسل لهم اقول له يتسند طوالي هنا أنشأ الإيذنت بتاعي ده ورسل للناس الموجودين دان اللاو أيوه ايوه قللي فعلا سامح لهم انتو مدفاي الإيذنت زي ما انتو حددت لهم نعم طوالي شنو الاني والميتين هدا نزل هدا شايف لهم وفي نفس الوقت طوال المشتد لكل الناس المدعوين نفس الحركة دي ممكن عمل بكل الأيام عندي مشروع قططت المشروع اليوم الأول الفلان ده مفروض أعمل كده 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 يرسل لي تذكير ولي كل الناس الموجودين اليوم البعد ده يرعمل كده وكده وكده لازم اتذكر يوم كده دائما شفت أنا دي من أهم التطبيقات بالنجبلين الكلينجر ده لأنه مرات كثيرة في حاجات بتسقط سهوا ما بذكرها بقوم بكتب يوم تلاتين مثلا عندي اجتماع يوم واحد عندي مثلا مؤتمر في الحتة الفلانية يوم اثنين مفروض أمشي أقابل مدير الحتة يوم ثلاثة مفروض أمشي كده بديني تذكير طوالي قبل أبي زمن يحدد لي يقول لا أذكري قبل زمن حسب المهمة الأنا منفروض أنجزة منفروض أنجزة كثيرة هتأخذ مني زمن يقوم يذكرني قبلها بمساقة طويلة يلا بقوم بيرسلت تذكير حتى في الموبايل وبرسلت تذكير حتى لو معي ناس تانيين نحن شغالين مجموعة مهمة واحدة أو مشروع واحد بيذكرنوا كلنا الليلة مثلا مفروض تسلموا تقرير المشروع برسلت تذكير عندي وبرسلوا عند الكل تذكير حتى لو بالموبايل يجيك تلقى لو أنا خفترتها من هنا وكان الجوجل نازل في موبايل دي واحدة من التطبيقات المهمة جدا جدا نتبهوا ليها والتعامل معها صريف وسائل طيب دي دي حاجات بسيطة وسهلة اللي هي أهم الحاجات اللي نحن بنستخدمها في جوجل الأكسل السموال طيب يا السموال سألت من الأكسل الأكسل طبعا اللي هو هنا اسمه الجوجل شيتز هذا لو ضغطت على الشيتز هتفتح معي الجوجل شيتز دي كلها زي ما قلنا إحنا شفنا التمبلتز بتاعتها دي تمبلتز ودي حاجات قديمة أنا شغالة سألتين؟ حاجات قديمة أنا شغالة مثلا دي تكاليف مشروع مثلا وورك بلان وينال ويرك بلان تمبلتز شوفوا دي دي تمبلتز جاهزة حقتهم في الجوجل شيتز يلا إن شاء الله تفتح معنا حاجات جي بي تي أيها كيف حاجات جي بي تي ده أساس عندنا حاضر إن شاء الله اللي نفتحه طيب جنبكم طيب ميزة الجوجل شيتز خلوني أفتح واحد جديد بس أوريكم حاجة مهمة في الجوجل شيتز ده الجوجل شيتز ده الشيتز بتاعي العادي اللي هو نفسي طبق الأصل من الأكسل طبق الأصل حتى هنا بقدر أغير اسمه خلونا نكتب training سميته training اسمه طيب في حاجة مهمة جدًا فرضًا كتبت أرغام أرغام في أي خطة هلا؟ يلا فرضا دو حاجات جميلة جدا بالمناسبة أول حاجة طبعا ممكن اعمل اعمل لي ترتيب لداتة بتاع تي صورتشيت شايفين؟ اعمل لها صور هدي from A to Z من الكبير للصغير من الصغير للكبير فسي شايفين الكبير هداك تحت خلونا نعملها from Z to A عشان يظهر عندكم الترتيب from Z to A شايفين؟ رتب لي وهكذا ممكن يكون يرتب لي كده بعدين تاني حاجة لو عايزة عمل فورميولة محددة ما علي اللي أجاقي هنا ده smart ده كلو شغال بالartificial intelligence أول ما عملت يساوي دي شايفين طوالي كتب لي براو كتب لي داير الصم بتاع الأرقام بتاعك اللي انت كاتبة دي لو أنا وافقت علي إنو أنا عايزة الصم ما علي اللي أضغط هنا فين هاي فالكلام ده ومشي كده أقول يس انتر خلاص عمل لي الصم شايفينه المجموع فالكلام ده وكله طيب ما عايزة الصم عايزة حاجة تانية تيب بس يساوي يساوي قلي جيب ليك الأفريج أيوة قلي جيب ليه الأفريج أضغط ENTER ENTER فقط ENTER أعمل يساوي يساوي حي يجيب ليه حاجة تانية خلفيين؟ مثلا لو حتى ضغطت حرف واحد بيجيب ليه حاجات تانية أو أقول ليه مثلا some if conditional some اللي هشنو يعني أحسب ليه الصم لو لو كان مثلا الحاجة دي أقل من 400 مثلا اللي هتكون بساوي 400 أو count if أحسب ليه لو أقل من كده لو أكتر من كده دي كلها خيارات موجودة وهنا شايفين حتى لما أضغط عليها هو اللي بيجيب ليه إنه وريني لها بتشتغل كيف إنه وممكن أشتغل الحاجة الفلانية دي كيف دي حتى في الأكسل هي فيها كما بالذكاء البلقاو منها تعني في حاجة مهمة جدا شايفين العلامة دي أكسبلور دي هنا تاي فين؟ هنا جللي هنا حيروسوم ليه براو رسم ليه براو تاي فين؟ تاي فين؟ بلور رسم ليه شارت براو دي كل حاجات شغالة بذكاء صناعي جللي أنا حعمل ليك رسمة للخانات من A1 من A1 من A1 من A6 دي الخانات من هنا لهنا أرسم ليك هنا هذه الرسمة ليهنا للي ممكن تاقد دي أو تاقد دي عادي أنا ممكن أخوضها أو I can edit it ولا ممكن أضيفة عادي insert chart تمام؟ دي كل أخيارات في الاكسبلور بس بلحظين دي كل لها تقنيات أيو احسب بشرط Max المقسمم والمقسمم إنه يحسب ليه الأكبر حاجة وأصغر حاجة دي المقسم والمقسمم ماكس. كيفين ماكس. حاجات دي من هنا ليه هنا. أكبر واحدة فيهم يا تل ماكس. الأولى دي صح. فلينا نضغط. انتر. دي خط علي. يا هالأولى دي. طيب لو دايره مينمم. إيكولز. م اي ان. مينمم. مينمم. ليه يا ته. من هنا لحاجات دي آخرة. أصغر واحدة يا تل 445 دي صح. يلا انتر. دي فتب لي. شايفينا. عشان ما يغالطنا. نحن عاربين ويحسن فيها. تمام. إذن. ده باختصار الأكسل. باختصار يعني حاجات بسيطة بس في الأكسل. أنا حاجة إنه فيه الإمكانية بتاعت إنه أنا أشير الملف بتاعي دي حاليا ده private to only me. and I can share it with others. I can share the whole sheet. شايفين. أعمل restricted دي. أخليها anyone with the link زي ما شفنا. وأخليهن editors. ودي كان edit الشيط معاي بس أديون ال link. لو عايزين. لو عايزة زول تؤيدت معاي. بالإضافة لإنه طبعا في حاجات currency ممكن فعيلة currency. كpercentage. أزيد ال digits. أقلل ال digits بتعتي الفواصل. فاصل عشرية. يعني خلي فاصة عشرية لمنزل عشرية خانة عشرية واحدة خانتين ثلاثة وهكذا دي كلها خيارات والداتا حتى حقتي ممكن نفلترها بطرق مختلفة عمل لي فلتر يعني حتى لو الداتا بتاكي كثيرة ممكن نعملها I can name range محدد I can protect sheet and range يعني ممكن نشاركة مع آخرين وعمل protect لحتة واحدة يعني الناس حتى المشير معاهم لو خشوا بيقدروا يعدوا لأي حتة لكن الحتة الآن عاملة protect ما بتتهرش مثلا فرضا كان عندي حاجة بتاع التطجد أنا صرفتها خلال ثلاثة شهور أنا عايز يزول يساعدني إيجي إحسب معاي وطلع الصم وطلع الميليموم والماكسيموم والحاجات اللي أنا عملتها دي كلها والأفريج وكل الحاجات اللي أنا تكلمت عنه ناسي دي عملها لكن ما يبش لي التلاتة شهور دي ما يلعب لي في الميزانية بتاعتين أقوم مع ما شنو protect الميزانية بتاعتين كاتباغ في column 1, column 2, column 3 شهر الأول التالي التالي عملها protect الرينج ده وأشير معه بعد كده بيقدر يشتغل في أي حتة في الملف ده لكن التلاتة columns دي ما بيقدر خالص هي بشه حتى لو هابشة ما مفعلة معه يعني ما مفعلهم ما بتكتب ليه خالص فدي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا الثاني حاجة مهمة عندهم هنا اللي هي data validation لو فرضا أنا عايز أعمل data validation معنى شنو يعني لما أجي أعبي أقول ليه لما أجي أكتب عندك لو كتبت رغم فيه مثلاً ثلاثة أرغام أكتر من ثلاثة خانات أكتر من الألف ووقفني ما تقبله يقول ما نقبله ليه طوالي يقول ليه للا هذا حاجة غلط أو ما تقبل لي تكست أنا أجي أكتب لو نزل عندي تكست هنا ما تقبله أكتب ليه رقم فقط data validation أنا بعمل data validation عشان ما نجي أكتب أكتب الحاجات يعني يعمل ليه الحاجة بمنطيجية كتب ليه بطريقة صحيحة تمام دي باختصار الاستخدام البسيط للحاجات الموجودة عندنا دين إحنا ما بنقدر نشتغل كل الحاجات في وقت واحد ولا إحنا نقدر نعرفها كلها في وقت واحد لكن إحنا تكلمنا عن أشهر الحاجات الممكن نستخدمها أدوات التعلم أدوات تبعات جوجل أو مايكروسوفت ولا الاتنين سهلين الجيلان الاتنين سهلين لكن أنا أحيانا بيكون عندي عنصرية كده تجاه جوجل يعني بخش في حاجات جوجل كتير يعني لأنه بحس إنها مربوطة بأي حسنة كل الناس عندها جيميل ما كل الناس عندها هوتميل ولا مايكروسوفت أكاونت لكن كل الناس دفعي عندها جيميل عشان كده أنا أقول حاجات جيميل بتكون سهلة أكتر لأنه الناس بتقدر تشغل بها كلها وكلها عندها جيميل ما بضطرة أنشئوا جديد عشان استخدموا تمام طيب ده باختصار استخدام الحاجات الاستخدامة ذكرناه واتكلمنا عن عدد كبير من المهارات الموجودة عندنا شفنا مع بعض استخدام بعض حاجات ماكروسوفت زي ماكروسوفت شفنا Beatsyx5 شفنا الPowerPoint وشفنا الWord شفنا مع بعض حاجات جوجل شفنا الجوجل Drive شفنا الجوجل Calendar شفنا الجوجل Sites شفنا الجوجل تاني شنو الشنو الاكسل شفنا الSlides أو الPresentation في ماكروسوفت شفنا عدد من الحاجات وأتمنى أنه وشفنا كثير ريكزنا عن الحاجات الشغالة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الممكن تسهل علينا شغالنا أو شغالة بالزكاة الصناعي وأتمنى أنه أي زول عنده سؤال اكتبوا في الشات ونجاوب على سئلتكم أيوة شات جي بي تي أيوة في سؤال عن الشات جي بي تي خلونا نعور لكم الشات جي بي تي اللي هو تقنية طبعا جديدة بتاع الزكاة الصناعي أنا عادة مقتب بها بره طبعا في صفحتي بره ذات شات جي بي تي الشات جي بي تي طبعا ميزتو بتقنية الزكاة الصناعي لكن جديدة اللي هي بتدينا خيار بتاع إنه أنا أقدر بتنشئ لي أفكار جديدة يعني هم بيقولوا إنها ما موجودة أو ما مسبوقة في النت هي موجودة مش ما موجودة لكن ما تيبيكلي يعني هو بحاول بقدر الإمكان ما هم بجيب معلومات بخترع يعني لكن بيجيب معلومات بقدر الإمكان ما بجي تلاقي في النت يعني بيحاول إجمع لهم معلومات بجيب ليه حاجات جديدة طيب خلوني أطلب منه بالعربي جدا هقول له هل تستطيع بسأله كتابة طبعا هو حاجة حق الشات يعني كتابة هل تستطيع اقتراح حل مثلا بمشكلة انقطاع تهربة في السودان سألت لكم سؤال محرج خلا سنشوفوا بعمل شنو يلا خلونا نرسل لكم سألنا شوفوا قرر السؤال وهيبدأ ده كما غلبه ذاته نعم يمكنني اقتراح بعض الحلول بمشكلة انقطاع الكهرباء في السودان وهيكا التالي زيادة الطاقة الإنتاجية يجب على الحكومة العمل على زيادة الإنتاجية الكهربائية في البلاد عن طريق توصيع المحطات الحالية وبناء محطات جديدة وتعزيع الطاقة المتجددة مصطاقة الشمسية والریاح والمياه اثنين التحول للطاقة المتجددة تقليل اعتماد السودان على الوقود الأحصولي من خلال الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه وتشجيع المواطنين والشركات على استخدام هذه التكنولوجيات ثلاثة تحسين البنية التحتية يجب على الحكومة تاني تحسين البنية التحتية الكهربائية والبلاد وتحديث شبكات الكهرباء وتحسين توزيعها وتحسين كفاءة استخدام الطاقة توفير الدعم اللازم يجب على الحكومة تاني توفير الدعم المهلي والتقني اللازم للشركات العامة في قطاع الكهرباء وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الدنيا التحتية الكهربائية تثقيف المجتمع يجب على الحكومة ورد ثانية طوعية المواطنين بهمية استخدام الطاقة ياخد كلام جميل جدا جدا نستمتعت ذاتي بإعجاب تلي نلاحظين أيوة الجي بي تي في السودان أنا في السودان بالمناسبة حاليا يا فيجاني الجي بي تي أنا حاليا موجودة في السودان عملت كيف بس شغلت الـ VPN شغلت الـ VPN واشتغلت به بعمل شنو الـ VPN ده بنزل هنا شايفين الـ extensions دي أنا بستخدم الـ Chrome عادة هدي الـ Chrome عندي حاجة اسمها الـ Free VPN هدا بنزلو من الـ Chrome Store خشو جوجل عادي أكتبو Chrome Store وخشو أكتبو VPN في حاجة اسمها Free VPN for Chrome ده نزلو بعدين بخش كده وبفعلو بفتحو زي ما بنعمل الـ VPN في موبايلاتنا بفعلو كده وبس بسجل دخول sign up أعمل sign up في جات جي بي تي هس يلاحظوا إنو أنا اشتغلت فيه من غير ما فعلو من غير ما افتح الـ VPN فعلت وبعد ما كتب ليه الإجابة الجنيلة دي شايفين دي كل إجابة حلالينا باية مش تبتلقاربا في السودان طيب يا أخي الحكومة تشوفوا الحاجات دي كلها قالوا لها أعملي وأعملي 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 شديد اقترح ليه اقتراحات ممكن أعمله فيها بقوم بديهم بالرسومات عديد ممكن نحملوها كيف تي أخذك تصلت عليهم زمن طويل جدا جدا لكن أحيانا أنا بحتاج أعمل عليه بعض التعديلات وما أحيانا بكتفي بين الحاجة بتاعتم برامج الـ Office والـ Freezy أيوة Microsoft PowerPoint ساهل جدا وممتع وشيق فعلا Google والـ Microsoft والله ما في أفضلية يعني لكن بس قلت لك الأفضل إنه أنا الـ Google بفضله ليه لأنه كل الناس عندها Gmail حتى الطلبة لو أنا شغالة معها طلبة كلهم عندهم Gmail لو عملة في شركة كلهم عندهم Gmail فبكون ساهل عندي إنه أتعامل بالـ Gmail أكتر من حاجات Microsoft بالنسبة للـ Google Drive الزول اللي يسأل من الـ One Drive والـ Gmail الـ Google Drive مساحتهم 15 جيجا بتتميلي صاح لكن ممكن الزول يفضي يفضي بس خشوا المساحة الأكاونت لاحظوا الفضي ده كيف يتيب من الأكاونت نفسه تمسح من الأكاونت وحتى لما نمسح حاجات في الـ Drive هنا ما تتمسح تماما بتمشي تراش هنا انتبه هس دي حاجات موجودة عندي في التراش هنا في التراش دي ما تشيله كيف؟ ما علي إلا أي أعمل MT تراش بجوم المساحة بتاعتي بتزيد لكن هون الحاجة اللي بمساحة ما تشيله برا خالص بخط عليه في التراش بس تمام؟ واحدة من الحاجات المهمة دكتورة كان سؤال فوق فضل بالنسبة للـ Site قسي بعد أعمل Publish هل لو عملت بحث من جوجل كروم بيظهر لي في Search ولا إلا شارك اللينك بالـ Site لأنه محيانا الحاجات بتشابه لكن لو زول قديته الاسم بتاع الشركة بتاعتك بالضبط مثلا نحن نحن نسمينا company XY لو كتب company XY بيجي الخيارات بتاع البحث جوجل بيظهر ما لم يكون هون في إعدادات الـ Site بتاعك بعدين رجعوا للإعدادات في الإعدادات في حاجة اسمها إنه يظهر في محركات البحث ولا ما يظهر لو أنا مختار إنه ما يظهر ما هيظهر لو أصلا مفعل إنه يظهر والدفولت هو مفعل إنه يظهر أصلا وبيظهر من الكل طيب في سؤال برضو شهادات الماكروسوفت والشهادات من الماكروسوفت هل لها أثر قوي في التوظيف؟ جداً كبير جداً والله شهادات ماكروسوفت وشهادات جوجل كلهم عندهم مجال بتاع إنه أنا أخذ منهم شهادات جوجل طبعاً عملت البرامج بتاع المهنية المكافئة لدراسة الجامعة تنتبهوا دي برامج جديدة قوية جداً معتمدة عالمياً يمكن في السودان هنا الناس ما جايبوا خبرها لكن عموماً حتى لو شلتها ما شجبها لشركة يمكن ما يقيموا علي هنا جوا الآن الناس ما عارف إنه لكن عالمياً عندها مكان كبير جداً جداً خصوصاً في الحتات السوق عالمي يعني مثلاً دبي سوق عالمي لما ودي لهم شهادة جاية من جوجل أو شهادة جاية من مكروسوفت عندها مكان عندهم عندنا كثير من دول الخليج مثلاً وكثير من الدول الأوروبية دي ما في كلام أصلاً بيعتمدوا بشكل كبير جداً تاني في سؤال يا جماعة لا حد يا السلعة تاني ما في سؤال ما في سؤال تاني أنا أتمنى إنه أنا أكون جاوبت على أسئلتكم كلها وأديتكم المعلومات التي أنتم محتاجينها كلها على الشاشة جدامكم في الإيميل بتاعي أي زول فيكم حابي أن يتواصل معاي مرحبيكم عبر الإيميل وأنا أرد علي أي استفسارات عندكم وأي حاجة أنتم طالبينها ممكن نجاوب علىها في أي لحظة جوجل وميكروسوفت أغلب شهاداتهم مجاناً حاجات بسيطة ممكن القابل بروش لكن كثير من الحاجات عندهم مجاناً أديكم العافية وشكراً لكم جميعاً البرامج المعتمدة كثيرة والله في جوجل كثيرة وش جوجل عندهم برامج كثيرة في دارة الأعمال المعتمدة وموجودة وش حاجة يسمها جوجل أو في كورسيرا هم من الزليم في كورسيرا حاجات كثيرة وفي إيدكس بس أكتب جوجل ترينيج مثلاً أو جوجل بروغرامس يدخلك حاجات كثيرة بتلقى حاجات كثيرة ممكن تأخذ فيها في كورسيرا موجودة أي وقت أجيكم العافية شكراً جزيلاً لحضوركم وشكراً جزيلاً Orpi هل هي الفري لأنه أعيز بشغل التقارير فيها بعض الإمكانيات فري لكن الأدفانس بتاعه الأدفانس بتاعه كل مدفوع لكن إنت نزلها فيها حاجات فري ممكن تستخدمها وفي حاجات طبعاً ممكن لازم تكون مدفوعة ربنا يسر أموركم جميعاً ويسهل حالكم ويصحح إصلح على بلدنا إن شاء الله ويفتح أمامكم الطريق لمهارات أكتر تنالوها إن شاء الله وشهادات أكبر تنالوها وخبرات أكبر وأنصحكم كلكم بريادة الأعمال كلكم ما في زول فيكم يفكر إنه يكون مربوط في الوظيفة نحن الجدامكم داي اللي تربطنا في الوظيفة بالسنين 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 ويجينا في النهاية بدينا نفكر في أعمالنا الخاصة لكن ممكن الزمن يكون بالنسبة لنا بيقى في زي ما بقوله لكن إنتوا لسه في مقتبل حياتكم أي زول فيكم يفكر في إنشاء عمله الخاص وإنجاح عمله الخاص والاستثمار في المجال اللي هو بفهم فيه إنتبهوا ناس كتار مش يقول لنا دارينا استثمر في كده وفي كده وفي كده لكن ما كل المجالات ممكن أنا أكون بفهمها وما كل المجالات أكون بعرف فيها فعشان كده بنصحكم كلكم في مجالاتكم استثمروا أعملوا عمالكم الخاصة حتى لو بيه حاجة بسيطة وبتكبر حاجة بسيطة وبتكبر كل مزول كان شغلوا حقه حيمشي لجدام أكتر وحينجي حكتر وبتعسروا بقوم وربنا بيرسل الأمور كلها إن شاء الله شكرا لكم جميعا على الحضور شكرا للمشرفين الموجدي معانا المودريتر شكرا لكم جميعا وإذا في أي حاجة تانية ممكن نظيفة ممكن تفضلوا اكتبوها لنا في بشات وإذا المشرفين عندهم أي حاجة عايزين يقولوها أنا أترك المايك ليهم وشكرا لكم جميعا شكرا يا دكتورة شكرا على زمنكات محاضرة ومتعديدا شكرا لكم جميعا 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 شكرا لكم جميعا